سنحاول إن شاء الله اليوم أنه نضع الأحداث التي تقع الآن في سياق أوسع قليلا وربما أعلى من سياق الأرقام والمعلومات والتفاصيل التي تبثها الشاشات تباعا وتضعنا في صورة الواقع ومجرؤياته في الميدان الصورة ينبغي دائما أن توضع في سياق نستطيع من خلاله أن نستشرف معنى وقيمة الحدى ثم بعد ذلك أيضا نستشرف مآلاته ونحاول أن نضع صورة أوسع لما يقع دائما في كل الأحداث الكبرى التي غيرت مسار التاريخ هناك مستويين المستوى الأول هو مستوى التكتيك المباشر العملياتي المعلوماتي المواجهة العسكرية الأحداث وهذه عادة تتروح ما بين اللحظات انكسار ولحظات انتصار وهذا واقع موجود في التاريخ عموما المغالبة دائما تكون من خلال المداولة أي تداول الوقائع تداول المواقع وتداول الأمكنة مكان النصر ومكان الهزيمة هذه مسائل تحدث دائما ومهمة وهناك مستوى ثاني أعلى من ذلك هو المستوى الاستراتيجي المستوى الأعلى من المستوى المباشر للفعل ورد الفعل أنا أريد أن أبدأ بقصة ما إلها علاقة بالقاعد بيحصل اليوم القصة في فيتنام مش في فلسطين في عام 1968 كما تعلمون كان في حرب ما بين فيتنام الجنوبية التي تساندها وتؤازرها الولايات المتحدة الأمريكية يعني 500 ألف جندي أمريكي مع 800 ألف جندي من كوريا من فيتنام الجنوبية الموالية الولايات المتحدة الأمريكية ضد خمسمائة ألف مقاتل من الشمال فيتنام الشمالية اللي هي كانت في ذلك الوقت بقيادة هوشي منا الحرب عمليا كانت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكلام عام 1962 كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرات صاروقية هائلة طائرات البي 52 كانت تدمر وتقضي على كل ما يتحرك في كوريا الشمالية في عفوا في فيتنام الشمالية والأحداث في ذلك الوقت كانت تميل لصالح الغلبة المتعلقة بالنار التي تأتي من السماء وبالهجوم البحري الهائل الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسه لدرجة أن المؤرخين يقولوا في رقم أنا اليوم قرأته وذهلت الحقيقة منه أنه لكل مقاتل شمالي في معركة واحدة اللي هي معركة كيسان أطلق خمسة أطنان من المتفجرة على كل مقاتل من شمال فيتنام الولايات المتحدة الأمريكية بطائراتها وصواريخها البحرية قذفت خمسة آلاف كيلو جرام من المتفجرة خمسة طن على المقاتل واحد هذا الكلام حدث في عام 1968 في بداياتها في عام 1968 في 31-1-1968 كان الفيتناميون على وشك الاحتفال برأس السنة الفيتنامية اللي هي تسمى تت بالفيتنامي تت رأس السنة القمرية الفيتنامية وعادة المقاتلين بيسترخوا وكان في مفاوضات ما بين الكوريا ما بين الفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية لعقد هدنة مؤقتة أثناء العيد لكن الذي حدث أن فيتنام الشمالية بقيادة هوش منا قررت أن تقوم بشيء غير متوقع على الإطلاق وهي حشدت عشرات بالمئات الألاف من المقاتلين فجأة وهاجمت كافة المدن الفيتنامية والمواقع العسكرية الأمريكية بشكل مفاجئ وبغزارة لم يصبخ لها مثيل في الفيتنام على الإطلاق هذا الكلام في 31 من كانون الثاني أي من شهر يناير عام 1968 هذا الهجوم كان مفاجئ لدرجة صاعقة ووصل هذا الهجوم إلى قلب العاصمة في ذلك الوقت سايغون اللي هي الاسمها هوش منا في الوقت الحالي واخترق العاصمة ووصل إلى السفارة الأمريكية واخترق السفارة الأمريكية وقامت حرب في داخل سايغون بين قوات الشمال وبين الأمريكيين وظهل الأمريكيين للمفاجأة التي وقعت في ذلك الوقت واكتشفوا أن الفيتناميين الشماليين كانوا يستعدون لذلك منذ وقت طويل وأنهم قد بنوا أنفاقا وصل بعضها إلى 200 ميل تحت الأرض نقلوا من خلالها العتاد والمؤن والسلاح تحت الأراضي الأمريكية التي تسيطر عليها الوقت المتحدة الأمريكية وتحت القواعد الأمريكية ثم خرجوا من تحت الأرض في داخل القواعد الأمريكية وبدأت مواجهة هائلة بين فيتنام الشمالية وبين الوقت المتحدة الأمريكية هذه الواقعة في التاريخ تسمى تيت انفيجن اكتساح تيت طبعا أنت الآن أمام حالة مذهلة يعني مش مسبوقة ماذا تتصرف في الوقت المتحدة الأمريكية كما يتصرف عادة الناس اللي مثلهم مثل إسرائيل في هذه اللحظة هو محاولة تدمير كامل للمواقع الفيتنامية واستخدام السلاح الذي لا تملكه فيتنام الشمالية فيتنام الشمالية المقاتلين معظمهم كان لديهم أسلحة خفيفة كلاشينكوفات ما عندهم هاونات عندهم أسلحة أخرى مدافع قصيرة المدى وقنابل لكن الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها البوارج البحرية التي تقذف الحمام من البحر فاندلعت حرب هائلة ضد فيتنام الشمالية وضد القوات التي اخترقت حدود فيتنام الجنوبية واستمرت حتى آذار طبعا نتيجة النتيجة المباشرة لهذه الواقعة كانت مقتلة هائلة للفيتناميين الشماليين بمعنى قتل على الأقل خمسين ألف من المهاجمين الفيتناميين الشماليين دمرت قرى بكاملها دمرت مدن بكاملها وتم الانتقام الشديد جدا من الفيتناميين الشماليين عسكريا على الأرض كانت فيتنام الشمالية قد يعني أصيبت بضربة حقيقية موجعة لكن يتفق كل المؤرخين على أن اكتساح تت هذا الذي نتكلم عنه كان هو البداية الحقيقية للانتصار الكبير الذي تحقق بعد ذلك بعدة سنوات وأجبر الولايات المتحدة أن تنسحب دليلة خاسرة من فيتنام لكي تهان أمام العالم بالصور التي رأيتموها التي تجددت رؤيتها مرة أخرى عندما انسحبت من أفغانستان رأينا الطائرات الأمريكية كيف انسحبت من أفغانستان نفس الصورة هذه رأاها أباؤنا عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي وقع منذ تيت انفاجين إلى أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية أهم شيء وقع أن هيبة السيطرة الأمريكية على فيتنام انكسرت الثمن كان باهظ لكن في مجموعة عناصر تحققت من هجوم تيت أولا أن المفاجأة كشفت عن شجاعة غير مسبوقة للمقاتلين وأنهم يدافعون عن أرضهم وأنهم مستعدون للموت في سبيل تحريرها هذه واحدة هذه الصورة عندما نقلت إلى الأمريكي الذي يقدر الحياة تقديرا أكثر بكثير من تقديره للموت أصيب بحالة انتكاسية بمعنى أن المقاتل الأمريكي الذي سيذهب من الآن وصعدا إلى فيتنام بعد هذه الواقعة يذهب منكسرا يذهب وهو يحاول أن لا يذهب لا يذهب وفي زمان كان يذهب في نزهة لأنه يقاتل ويقتل من دون رد فعل اليوم رأى شيئا لم يكن بحسبانه فانكسر فيه عنصر الشجاعة والإقدام اللازم لأي جندي أو لأي قائد عسكري أن يواجه عدوه في المعركة هذه واحدة الثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد تيت انفيجون هذا شعرت بأنها تحتاج أن تأتي بكميات هائلة أخرى من الجند لتأمين القواعد العسكرية وتأمين المدن في فيتنام الجنوبية ولكن ذلك طبعا زاد من عبئها الاقتصادي ومن عبئها السياسي مما دفع الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت طبعا كان الرئيس الأمريكي جونسون جونسون قرر ألا يترشح للرئاسة مرة أخرى بسبب ما حدث في فيتنام في ذلك العام وجاء من بعده نيكسون الذي دخل في مشكلة كبيرة جدا وبدأ المجتمع الأمريكي يشعر بأن هذا الثمن الباهض الذي يدفع لا يمكن أنه يستمر فيه ثم أدى بعد ذلك إلى الانسحاب وإلى دخول مقاتلي شمال فيتنام إلى سايجون التي حولوا اسمها إلى هوشمنا وأقاموا منذ ذلك الحين فيتنام الموحدة التي لا يتزال حتى الآن يقودها الحزب الشيوع في فيتنام لحظة تيت هذه كانت لحظة أعلى بكثير من مفرداتها الآنية التكتيكية الرقمية وضحاياها الذين شاهدناهم في تلك الأيام لكنها كانت لحظة الانتقال لتزويد الناس بمعنى جديد من معاني القوة والعزيمة استطاع الباقون على الحياة من أن يلتقطوه ومن أن يقاتلوه ولذلك نقول أن تحرير فيتنام في الحقيقة أن اللحظة التي بدأت موازين القوة تنقلب فيها لصالح المقاومة الفيتنامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية كانت تيت إنفاجين مع العلم أن تيت إنفاجين نفسه نفسه لم يكن عدد الضحايا الفيتناميين الشمالين كان أكبر من عدد الضحايا الفيتنامية الجنوبية هذه مسألة واحدة في نفس ذلك العام عندما كان المقاتلون الفيتناميون يقاتلون في فيتنام ضد الولايات المتحدة الأمريكية حاولت إسرائيل أن تخترق حدود الأردن في آذار من عام 1968 1968 نفس الأيام اللي كانت فيها معركة التت أنا بس أبدأ عمل هذه المقارنة حاولوا أن يقتحموا ليقضوا على المقاتلين الفدائيين الذين كانوا في ذلك الوقت يمارسون حرب استنزاف ضد إسرائيل دخلت الدبابة الإسرائيلية حاولت أن تقطع نهر الأردن باتجاه القواعد قواعد الفدائيين في ذلك الوقت في غور الأردن ثم ووجهت بكثافة نيران من الجيش الأردني ومن المقاومة الفلسطينية واستمرت المعركة يوما واحدا يعني 17-13 ساعة لكنها انتهت بهزيمة الجيش الإسرائيلي أو بعودة الجيش الإسرائيلي مرة ثانية إلى الداخل لو دققت في الأرقام التي وقعت في ذلك اليوم على الأرجح أن عدد الذين استشهدوا في معركة الكرامة من الجانبين الأردن والفلسطيني كانت أكبر من عدد الذين قتلوا من الجيش الإسرائيلي لكن معركة الكرامة كانت نقطة انقلاب مهمة جداً في مسيرة العمل المقاومة الفلسطينية والسبب في ذلك أنه لحظة 67 وهي هنا بتجي الفرق ما بين لحظة الانتصار ولحظة الانكسار مع لحظة الانتقال لحظة 67 كان لحظة انكسار تام نحن نسميها إلى اليوم بالنكسة اعترافاً مننا بأن هذا الانتصار مش معقول لحظة استطاعت فيها إسرائيل أن تغلب الجيش العربية مجتمعة وأن تحتل الضفة الغربية وسيناء والجولان وغزة وتصنع ما تشاء في ذلك الوقت ونسميها الآن النكسة اعترافاً مننا بهزيمة ماحقة 67 كان لحظة انكسار مهمة جداً لحظة الانكسار عادة هذه خطورتها في أنها تصنع حالة نفسية من العجز فصنعت عندنا حالة نفسية من جيش لا يقهر ومن عجز تام لن نستطيع فيه المواجهة لحظة الكرامة على محدودية المواجهة كانت محاولة لتعديل العجز النفسي الذي وقع عندنا في 67 ولذلك بعد معركة الكرامة توجت فتح في ذلك الوقت لأنها كانت فتح والجمع الشعبية هي التي تقوم بهذه العمليات كقائل للشعب الفلسطيني وتسلمت زمام تمثيل الشعب الفلسطيني وبدأت فتح في ذلك الوقت تتلقى آلاف المنتسبين الذين جاءوا إليها كالطوفان من أجل أن ينضموا إليها وتسلمت زعامة منظمة التحرير الفلسطينية أي تسلمت دورا سياسيا جديدا لم تكن قبل عام 1970 تحظى به في ذلك الوقت قبل 1968 فأنا الذي أقوله أنه هذه اللحظات لحظات الانكسار ولحظات الانتصار أحيانا في حينه وفي وقته تكون أحيانا مؤلمة وأحيانا تكون مفرحة ولكن تبعاتها الاستراتيجية بتكون في معظم الأحيان أبعد بكثير من المعنى والشعور الذي نعينه في تلك اللحظة وهذه مسألة نحتاج أنه دائما نبقيها في أذهاننا حتى لا يصيبنا للوهن ولا العجز ولا يصيبنا أيضا الشعور بانتصار ماحق ساحق وكأننا قد حررنا القدس فمن هنا أريد أن أقرأ الذي يحدث الآن لا شك أن الذي حدث في صباح السابع من أكتوبر بكل ما في الكلمة من معنى يعتبر لحظة انتصار هذه مسألة بغض النظر عن كل تبعاتها التي سنرها في الأيام القادمة التي ستكون مؤلمة أبعد بكثير من ما يحتمله الوجدان السليم أنا بتقديري هذه اللحظة التي استمرت عدة ساعات في بداية ذلك اليوم فعلت أشياء لا يمكن لأي إنسان ينظر في واقع الحياة العسكرية والسياسية والاستراتيجية أن يسميها سوى أنها لحظة انقلاب حقيقي في موازين الوعي والفهم والإدراك الخاصة بالقضية الفلسطينية من أي ناحية؟ هذه المعركة أول شيء عملة أنها أعادت البوصلة إلى ما ينبغي أن تكون عليه المواجهة ما بين عدو احتل أرضا ومقاومة تحاول أن تحرر تلك الأرض وهذه المعادلة تم القضاء عليها تقريبا أو كان هناك وهم إسرائيلي ووهم لدى بعض الأنظمة العربية ووهم دولي أن هذه المعادلة معادلة المواجهة ما بين من احتلت أرضه ويريد أن يحررها وما بين من احتل الأرض وانتصر على الإنسان المقيم في تلك الأرض أنه يمكن كسر هذه المعادلة وبالتالي نحول الصراع الموجود في فلسطين إلى حالة ليس فيها حل بمعنى ليس هناك حل نهائي وعادل وشامل للقضية ولكن أيضا نجعلها مناسبة لتكسير جزئي ومستمر ومتتالي لإرادة المقاومة شعورا من المجتمع الدولي ومن القوى الإقليمية الدعم الإسرائيل وكذلك من الإسرائيليين أنفسهم أنه بذلك بإمكاننا أن ننهي شيئا اسمه القضية الفلسطينية وهذه في الحقيقة للأسف الشديد الذي شجع على اعتناق هذه الفلسفة هو العجل السياسي العربي وليس العجل الشعبي العربي يعني زمان كنا نحن في 67 بعد 67 نقول يعني انتشرت نفسية موجودة في المجتمع الفلسطيني وفي المنطقة أنه يا أخي لا يمكن هزيمة إسرائيل بالسلاح شوفي شو عملوا فينا في الساعة وستين لما بدأت الانتفاضة الأولى إذا بتذكروا أنا أذكر تلك اللحظات ما قبل الانتفاضة وما بعض الانتفاضة الحجر كيف غير مفاهيم كسر مجموعة من المقدسات النفسية التي كانت ثابتة منذ عام الهزيمة ثم بعد ذلك بدأنا نرى تغير تدريجي نحو اللحظة التي نعيشها الأخطر ما منينا به في تلك الفترة أنه فكرة المقاومة نفسها أصبحت فكرة مستهجنة مستبعدة أو بعيدة المنال لكن عندما بدأت منذ الانتفاضة الأولى إلى الانتفاضة الثانية إلى المواجهات التي حدثت انسحاب من غزة عام 2006 ثم المواجهات التي حدثت في غزة كان هناك إطار تصعيدي وهذا الإطار التصعيدي كان دائما نحو الأمام يعني منذ انتفاضة الحجارة إلى اللحظة التي نحن فيها دائما كانت المقاومة تتجه دائما نحو التصعيد نحو الصعود بمعنى قدراتها إمكاناتها وعيها رؤيتها للأحداث والوقاع وطريقة ردة فعلها كانت دائما متصاعدة وهذا يراه الإسرائيليون بشكل مباشر في الآونة الأخيرة حاولوا تثبيت معادلة المعادلة هي ضع غزة في خانة المطالب الحياتية اليومية نعمل بلوكيد على غزة خلي ما فيش عندهم أكل وشرب كل ما بدك تدخلهم شاحنة غذاء أو شاحنة دواء يتفاوضوا عليها وبالتالي غزة تصبح خارج المنظومة منظومة الفعل الوطن الفلسطيني خلصنا لما غزة تخرج منظومة الفعل الفلسطيني بنصير نفاوض فيها على المعابر نفتحها يوم نسكرها يوم ندخل أكل ندخل البترول نسكر البترول لآخرين أريد لغزة أن تصبح كيام معزول عن مفهوم الإرادة الوطنية الفلسطينية المستمرة الضفة الغربية تم إغراقها بشكل هائل بمحاولة أخرى في الوقت اللي صار في حصار على غزة صار في الفتاح على الضفة بنوك تعطي قروض بكميات كبيرة للناس ناس تبني عمرات ومنازل تشتري سيارات فارهة أي واحد بده قرض نسهل القرض ونغرق الضفة الغربية بكل ما يلزم لكي يعيش الإنسان في حالة ما من الرغد باعتبار أن حالة الرغد التي سيعيشها المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية ستنسيه القضية بأصولها الكبرى ولقضية احتلال وحالة الشدة والضيق والضمك التي تعيشها غزة ستنسيها أيضا مسؤوليتها اتجاه الوطن والتحرير هذه المعادلة التي أرادت إسرائيل تتبيتها ثم بالمقابل إذا كانت إسرائيل في السابق تشعر أنها معزولة في المنطقة فاليوم لدينا دول عربية نعترف بها ونتفاوض معها ولما نتفاوض معها لا وجودة لفلسطين في المفاوضات هذه مفاوضات ثنائية بين إسرائيل وكل دول على حدة نعمل انتفاقية اقتصادية واستراتيجية وتقنية ومائية وطرق مواصلات وأشياء عظيمة جدا في المنطقة لا شأن للفلسطينيين لا أولئك الذين أريد لهم أن يعيشوا في حالة من الرغد في الضفة ولا أولئك الذين عزلوا في غزة في سجن كبير وبالتالي القضية الفلسطينية تصبح عبارة عن تراث إن كان ولابد ممكن يغنوا بعض الأغاني والأهزيج يلبسوا بعض الملابس الفلسطينية يحافظوا على بعض الطبخات وعلى بعض الأشياء التراثية مش غلط بالعكس ممكن نسهل لهم هذا وهو النموذج نفسه اللي احنا رأيناه في أستراليا مع المواطنين الأصليين بعدما تم تدميرهم وقتلهم وهو النموذج الذي رأيناه في كندا مع القبائل الأصلية التي تم تدميرها ثم بعد ذلك احتفية بها في الآن باعتبر أنها مجموعات عرقية لابد من أنه إيش نحترمها ونقدم لها بعض التسهيلات وبعض الامتيازات هي نفس المنظومة الأمريكية التي تمت بعد إبادة المواطنين الأصليين في الاتنة الأمريكية واليوم نقول والله حرام يعني والله جماعة طيبين نعطيهم شوية منح دراسية ونسهل لهم لما أنا بروح بزور بعض الدول في استراليا أو في كندا دائما يبدأ الخطاب بالقول ينبغي علينا أن لا ننسى أن هذه الأرض تمت إلى المواطنين الأصليين من قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا وبعد ذلك نفتتح اللقاء خلاص اعترفنا بحقوقكم إيش بدك يحسن من هيك؟ لكن أنت أكثر أي شيء ممكن تعمله أنه عندك شوية حقوق بعدما تم تدميرك وقتلك وينهائك ومن تبقى منك نعطيك شوية يعني عدم مؤاخذة احترام وتقدير ومجموعة من المساحات ربما التي تستطيع أن تعيش فيها في ما يسمى بالمعازل الوطنية العرقية القديمة هاي النظر التي كانت إسرائيل تنظر فيها إلى الواقع وللأسف الذي شنجع هذا الوهم لدى إسرائيل ولدى المنظومة الدولية هو الأداء السياسي المضطرب الفاشل للعالم العربي يعني هذه مشكلة مهمة جدا وبالتالي كان بإمكان إسرائيل أن تفكر قبل شهر طيب يا أخي أنا إيش مشكلتي في المنطقة أنا عندي علاقات طيبة جدا مع كل دول المنطقة إلى حد ما والدول اللي ما عندي علاقات قاعد بفاوض غالبا عندي علاقات سرية لكن قريبا ممكن تخرج إلى العنان والفلسطينيين إحنا الحمد لله سيطرنا عليهم إيش في غزة سكرنا عليهم إيش في الضفة مشغولين يعني في الآخر وحط نرهم سلطة وطنية فلسطينية تدير بالها عليهم بحيث ما في واحد منهم يتنفذ وانتهى الموضوع كان هذا النموذج والنموذج المسيطر على علاق الإسرائيلي طبعا النقطة المهمة جدا في هذا النموذج أنه نقطة الاشتعال التي دائما إسرائيل تتجاهلها أو العالم يتجاهلها أنه في شيء اسم القدس في النهاية نقطة القدس دائما كنا نحذر ونقول القدس نقطة اشتعال خارجة عن سياقات أي تفكير استراتيجي أو سياسي أو حسابات بين قوسين لها علاقة بموازين القوة التي المتخيلة القدس والمسجد الأقصى مسألة في غاية الأهمية لدى الضمير الفلسطيني والضمير الإسلامي والضمير العربي ولذلك لما أصبحت المعركة باتجاه القدس أوضح من أي وقت مضى وبدأنا في العيد الأخير هذا وما قبله نرى التقسيم الزماني أصبح حقيقة يعني واقعة من الصباح وحتى الساعة الثانية عشرة للمستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بعد الساعة الثانية عشرة الفلسطينيين هذا التقسيم الزماني بعد شوية بنعمل التقسيم المكاني بنعملنا شوية هيكل جوة أو يعني كنيس أو جوة المسجد وخلص الأمور بتمشي على غرار المسجد الإبراهيمي كانت هذه الخطة ماشية ولم يكن الإسرائيليون ينفون ذلك بل بالعكس الحكومة الإسرائيلية الحالية التي بطل الآن في حكومة جديدة اليوم تشكلت لك الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في الحقيقة أعلنت عن هذه النية بشكل تقريبا واضح وبدأت تطبقها على الأرض بمعزل تام عن فعل سياسي عربي شوية إدانات خجولة لدرجة أنه حتى الإعلام من كثر ما كرر فكرة المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أصبح خبر يعني زي ما تقول اليوم درجة الحرارة تفعت بكرة درجة الحرارة نزلت ما في عندنا مشكلة هذه فكرة تخدير الرأي العام وتدمير فكرة أن القدس أو الفلسطينة المسجد الأقصى مركزية في الصراع أريد لها تدريجيا أن تصبح أمرا واقعا وبعد ذلك الأمور تمشي على أفضل ما يكون وبتكون انحلت المسألة والإسرائيليين اكتمل لهم مشروعهم الذي أرادوه في الحقيقة أنه الذي حدث في يوم سبعة وخطوبة قلب كل الموازين رأسا على العقد أولا كان مفاجئا المفاجئة فيه أنه في العادة الصراع يبدأ وهذا الذي أرادته إسرائيل بالمواسبة مع غزة الصراع ببدأ شوية صواريخ بتروح وبردوا عليك الطيارات وبعدين بتوسطوا الوسطاء وبقولوا يا جماعة ما بنفع هذا الحكي وخلينا نعمل شوية هدني نعمل هدني بدنا نعمل كيت 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 بنعملهاش بنرتب بنخليها بالإسرائيل بوضوش علينا بدنا نعمل تبادل أسر بنعملهم بعد كم يوم بنرجعهم مرتين على السجن والأمور ماشية تماما بقي هذا النموذج مسيطر على الفعل على المقاومة في غزة لفترة من الزمن مرينا بعددنا الحروب نتائجها كانت دائما كذلك اتفاقية لا تحترم إسرائيليا تعود غزة مرة ثانية إلى الحصار والتدمير المنهجي الذي حدث عبر الحروب كلها ثم بعد ذلك الناس الذين خرجوا من السجون في صفقات التبادل برجع مرة ثانية إلى السجون وبتعود الدورة مرة ثانية وينهك الإنسان الفلسطيني في دورة لا يرى فيها فائدة حتى المقاومة نفسه بيقول لك يا أخي طيب أنا بدي أروح قاتل بكرة بجبه وبعدها بنعمل هدني وبعدها الهدني بتوصل إلى الناس شو بعدين إيش الحل الذي حدث يوم 7 أكتوبر كان مفاجئ من ناحية أنه خرج عن النمطية المتوقعة المعتادة التي تعتمدها عادة دورات الصراع ما بين غزة وما بين إسرائيل هذا شيء في غالة الهمية أنه لم يكن متوقعا أنه كان خارج عن النمطية المعتادة وخارج عن التوقع الذي تعتبره إسرائيل شيئا روتينيا أصبح عندها خلاص ماني وكيف تتعامل مع هذه المسائل وفاجأ المجتمع بأنه فاجأ العالم بأنه أيضا في غاية يعني في غاية التعقيد حدث مثل ذلك من الواضح أنه تم الإعداد له عبر شهور وسنوات يعني أنا لا أشك أنه حتى تعمل إشي هيك بدك بجوز سنوات حتى تصل إلى لحظة تتقن فيها هذه العملية ثم في هذه السنوات هناك قوة في العالم اسمها إسرائيل مش بتتجسس على هالغزة فقط تتجسس على كل البشر تقريبا من خلال إشي عملوا بقسوس إذا بتذكروا واخترقوا فيه هواتف كميات هائلة من الناس وبالتالي كان لدينا ذلك الشعور والانطباع أن إسرائيل الأقوى في العالم في قدراتها التجسسية وقدراتها على العلم بما يدور ليس فقط في فلسطين وفي الضفة الغربية بل إنما في كل مكان وعند كل مسؤول أو قائد أو كل مهتم بالشأن الفلسطيني أو الشأن الإسلامي أو حتى أي واحد شخصية سياسية عالمية تذكروا بيجاسوس قبل سنتين كيف كانت البيجاسوس الجهاز التجسس الإسرائيلي نرى أمامنا أن هذه الصورة لإسرائيل التي أريد لها أن تبدو أنها على كل شيء محيطة إسرائيل التي لديها من القدرات العسكرية الخارقة ومن الإمكانات التي صورت باعتبار أنها شيء غير غير مسبوق تراها في ساعات قليلة كل هذه الصورة تتكسر تتهشم تتدمر أمام كاميرات الإعلام ليس هذا بحسب تجد أنه لعدة ساعات على الأقل أربع ساعات من المواجهة لم يكن هناك حقيقة أي وجود للجيش الإسرائيلي على الأرض يعني هؤلاء الشباب الذين دخلوا لم يوجدوا أحد وفوجئوا يعني ربما أنا لا أعرف هذا التاريخ هذه الحادثة يكتم عنها كتب وتنعمل عنها أفلام وينحكى فيها عقود من الزمن ربما هؤلاء الشباب عندما دخلوا ظنوا أنهم سيدخلوا بشكل خاطف يخطفوا مثلا مجموعنا الأسرة ويرجعوا يبادلوهم ويعملوا عملية معينة ربما أنا ما بعرف هذا التاريخ سيجيب عنهم لكن حقيقة الذي وقع كان أنهم رأوا هشاشة للمنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية الإسرائيلية غير مسبوقة وهذا طبعا بالنسبة لدولة رأس مالها أن تبني صورة عن نفسها بأنها القلعة الحصينة التي لا تخترق والقوة المهيبة التي لا يمكن لأحد أن يدوس لها على الطرف لما تنكسر هذه الصورة انكسر رأس المال والعمود الفقر الأول لمفهوم القوة والبطش الإسرائيلي هذا الشيء الذي انكسر إصلاحه لا يمكن أن يتم إلا ربما بجهود أنا بتقدير إسرائيل غير قادر عليها لأسباب كثيرة سأشرحها الآن إسرائيل عندما ضربت هذه الضربة ضربت وهي في حالة الانحدار وليس في حالة الصعود استراتيجية هذه أنا قلت قبل أيام عمل الفيديو قبل الأحداث بيومين أو يوم حتى بتكلم فيه على أن المكان الجيوسياسية لإسرائيل تراجعت لأربعة أسباب السبب الأول أن المنظومة الدولية التي صنعت إسرائيل عام 1945 وهي نتيجة الحرب العالمية الثانية هذه المنظومة لم تعد قائمة الآن في حالة تشقق تفكك ضعف ووهم وهناك انتقال في موازين القوة من الغرب إلى الشرق وهناك مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية إسرائيل كبير على العالم لم تعد بتلك الفائدة التي كانت عليه عام 1948 عندما أريد لها أن تكون قاعدة عسكرية متقدمة في الشرق الأوسط ضمن موازين قوة وضعت في ذلك الوقت لحماية المنظومة الغربية القائمة في حينه أنا بتقديري هذه مسألة واضحة لنا جميعا الثانية أن إسرائيل التي قاتلت في عام 1948 وفي عام 1967 ليست إسرائيل التي تقاتل اليوم لماذا؟ لأن الجندي الإسرائيلي الذي جاء مهاجرا أو أبوه جاء مهاجرا من بولندا أو تشكسلوفاكيا أو من أوروبا أو حتى من بعض الدول العربية إلى هذا البلد جاء بصلابة ما وبعقيدة ما وبشوق للتأسيس وطن مغتصب وقاتل كان هناك جنود قاتلون كان هناك ضباط وقادة إسرائيليين لديهم قدر أعلى بكثير من التضحية وقاتلوا فعلا واستطاعوا أن يفعلوا أشياء كثيرة جدا وبنوا منظومة عسكري وأمني مهولة في عمق عربي وإسلامي لا يمكن لأحد أن يفكر بسهولة أنه يستطيع أن يبني هؤلاء لم يعودوا موجودين هذا الجيل الثالث أو الرابع من الذين يقاتلون اليوم ليسوا كأبائهم وكأجدادهم والسبب في ذلك أنه الذي حدث عبر السنوات من عام 1948 اليوم هو تراجع مذهل لفكرة الصهيونية نفسها الصهيونية هنا أصبحت محاولة يعني شيء فندق خمس نجوم يذهب إليه المسطلطن القادم من كل نحاء العالم يعطى من الإمكانات للإستطان في أرض جديدة ويعطى الوظيفة يعطى المكانة يعطى الجنسية ليش؟ لا بالعكس هذه حالة مختلفة عن حالة الأب أو الجد الذي جاء في يوم من الأيام بعد الهولوكوس الذي حدث في عام فهل تسعمل خمس وعبعين وبعد الضغوط الأوروبية الهائلة وفكرة المعادات السلامية في أوروبا التاريخية لجوءا إلى شيء أراده كوطن قومي لليهود هذا شيء مختلف تماما فهذا الحفيد أو هذا الإبن ليس في الحقيقة كالأب والجد في عناده وصرامته وقوته وتضحيته والنقطة الثالثة المهمة أيضا أنه الصراع الداخلي الإسرائيلي وهذه نقطة الآن في هذه اللحظة يراد أن يتم تجاوزها من خلال حكومة الوحدة الوطنية التي لم تتشكل بعد بكل مقاومات حتى هذه الساعة يعني بعرف شو بصغير بعدين الصراع الذي وقع في المجتمع الصهيوني كان صراعا منطقيا وطبيعيا هذه الدولة أسست على مفاهيم أريد لها أن تكون مفاهيم دينية قومية كالقول أن هذه أرض المعاد وإلهنا وعدنا هذه الأرض وإحنا جئين عليها للشعب الصهيوني الإسرائيلي طيب مثل جدا لكن عندنا تدقيق في هذه المقولة هناك جانب ديني المؤتمن عليه المتدين اللي بقول أن مرجعيته هي التوراة والتلمود وما قاله الأباء المؤسسون للديانة اليهودية ولكن أيضا فيه عنصر قومي بحث والآباء المؤسسين للصهيونية لم يكنوا متدينين لا منذ مؤتمر بازل ولا معظم رؤساء وزراء إسرائيل ولا معظم حكومات إسرائيل كان الدين كدين عنصر مهم في التشكل الدين كان أداء لبناء لبناء المنظومة القومية نفسها على أسس مختلفة لكن مع الزمن أصبح لدينا انشقاق بين طريقتين في التفكير الطريقة الدينية البحثة والطريقة العلمانية المتدينين كانوا فئة صغيرة في المجتمع وتم يعني استيعابهم باعتبارهم كويس ليش لا لازم يكون عندنا ناس متدينين في أننا دولة يهودية وهذا جميل لكن هؤلاء المتدينين أعفوا من التجنيد في الجيش قالوا إحنا سمحتوا ما حنتجند في الجيش كويس جدا ما في لزوم رقم اثنين إحنا ما بنتفعوا ضرائب جيد جدا رضو ما تدفعوا ضرائب لأنه عالم مؤاخري وجودكم كويس نتبرك فيكم بعدين إحنا عندنا أولاد كثير تخلف الناس كثير كل ولد له مبلغ محترم من المال جيد جدا إحنا بلنا أولاد أصلا في الدولة كويس لكن عبر السنوات أصبحت هذه الأقلية التي كانت ترى ضمن هامش المجتمع الإسرائيلي أصبحت حقيقة أن تتجه أن تصبح كتلة ضخمة من السكان هذه الكتلة الضخمة من السكان أصبحت الآن تنتقل من الفكرة الدينية البحتة إلى الفكرة السياسية فأصبحت تطالب بمكانة في المنظومة الإسرائيلية هذه المكانة بدأت تزداد عند كل انتخابات تدخل فيها إسرائيل وصولا إلى أن تشكلت الحكومة الحالية التي فيها عدد كبير من المتدينين الذين يرون أنهم أحقوا من غيرهم بأن يحملوا وأن يقرروا وأن ينظروا وأن يسيروا إسرائيل باعتبار أن هذه الدولة الدولة يهودية لازم تبشي على الخط اليهودي بالمقابل عندك جيش وأجهزة أمنية وسياسيين آخرين علمانيين هؤلاء العلمانيين هم الذين يقاتلون لأن الجيش علماني الآن إحنا كنا المتدينين بروحوش عن جيش إذن الجيش علماني وبنفس الوقت المؤسسة الحاكمة معظمها علمانية والمؤسسة الاقتصادية معظمها علمانية لكن عندما اشتعل الصراع السياسي ما بين المتدينين والعلمانيين أصبح المتدينون يستخدمون الدين ضد العلمانيين القول أنت مش شهود مية في المية أنت لا تتبع الشريعة كما ينبغي أن تتبع وبالتالي أصبح الذي يقاتل متهم أنه ليس يهوديا بما فيه كفاية والذي لا يقاتل هو الذي يتجرأ بالقول وتحديد من هو الصالح ومن هو الطالح في هذا المجتمع إذا بتذكر في الشهور الماضية عملية الاستقطاب داخل المجتمع الصهيوني في إسرائيل وصل إلى درجة عالية جدا رأينا المظاهرات والمسيرات ومحاولة تعديل القوانين وحتى الاعتداءات المباشرة من المتدينين على العلمانيين ومن العلمانين على المتدينين وصار في حالة من الصراع هذا الجو قدم حالة نفسية غير مسبوقة لأنه في هذا الصراع اضطر قادة الجيش وكثير من الناطقين الرسميين باسم المؤسسات الأمنية أن يتدخلوا لاتهاب الحكومة اليمينية بأنها لا تفقه في تدمير الشؤون وأنها تقود إسرائيل إلى التدمير باعتبار أنها تقود بإجراءات مبالغ فيها كل الذي وقع مثلا على سبيل المثال في بعض الأحيان في داخل الضفة الغربية من هجوم المستوطنين على حوارة وعلى بعض المواقع الفلسطيني الأخرى من اقتحامات للمسجد الأقصى كلها لم تكن تماما برضى المؤسسة لأنهم كانوا يرون أن هذه فيها مبالغة طبعا والعسكرية كان دائما عندها شكوب في أن هذا هو المطلوب في هذه اللحظة باعتبار أنه نحن لا نريد أن نصل إلى لحظة التصعيد لكن الحقيقة الذي حدث كما ترون أنه قادوا فعلا المنطقة إلى لحظة التصعيد هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة نحن لسنا كما كنا عام سبعة وستين نحن كنا إسرائيل اليوم مش إسرائيل السبعة وستين التي لا تهزم ولا إسرائيل الثلاثة وسبعين اللي أجبرتنا على أنه وقع اتفاقيات السلام في مصر بعد أكتوبر ولا إسرائيل التي تستطيع أنه تغير قواعد اللعبة كما تشاء في المنطقة ويخاف منها الناس إسرائيل كيان موجود في المنطقة فيه صراعات واضحة تماما متشققات يراها الجميع ويسمع بها الجميع وبنفس الوقت نحن كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين لم نعد كما كنا عام سبعة وستين لا الوعي الذي جزء كبير منه جدا كان غائب حقيقة كما كان في السابق اليوم شعوبنا أوعى نحن نعرف الآن يعني إمكانية استغفال الناس سواء كان من عنظمتنا أو سواء كان من أعدائنا ليست في الحقيقة بسهولة ما كان سابق موجود في استغفال لليوم طبعا لكن حقيقة في عنا نخبة شبابية وعندنا مجتمعات بدأت تدرك عبر الزمن وعبر التجربة التراكمية وعبر الإخفاقات المتتالية إنه يا عمي ترى إحنا الأمور مش هيك فلما تيجي تخدعنا وتحتفل وتكوني بدأ إحياء عملية السلام وتتوقع مني أنزل في الشارع وصيح وقول الله أكبر رجعت عملية السلام بطل حدي في حدا مننا بيسأل هالأيام هاي عملية السلام ده ترجع ولا بداش ترجع ولما يطلع واحد يعمل مؤتمر صحفي يكون لك يطالبه بحل الدو يخبطيه وهيك يعني عدم مواخذة هذا سائل بطلنا نشعر إنه هذا الاستغفال الذي كان أريد له أن يكون استغفالا تاما دائما وتخدير لمشاعرنا جميعا أصبح يعني لا قيمة له فكرة بناء سلطة وطنية فلسطينية و الضحك على إنه نحن عملنا لكم يا أخي يشربتكم إياه في عنا سلطة وطنية فلسطينية في أحسن من هيك وهاي غزة كمان إحنا طلعنا منها كل هذا الكلام إحنا اكتشفنا مع الزمن إنه إحنا يا جماعة السنة هذه إحنا فيها في سبتمبر مفروض كنا نحتفل بالعيد الخامس والعشرين لتأسيس الدولة الفلسطينية وفقا الاتفاقية توصلوا صحوا لا لا مش اتفقوا في عام 1993 في سبتمبر قالوا يا جماعة اتفقنا الحمد لله انحلت القضية أنا ذاكرها والله انحلت القضية كيف انحلت قالوا فيه اتفاقية اسمه أوسلو من هنا لسنتين فيه انسحاب من غزة وأريحة وبعدها في مدى لا يزيد عن خمس سنوات ينبغي أن تنتهي هذه العملية بتأسيس كيان فلسطيني للفلسطينيين ودولة والأمور تمام ونحل مشكلة اللاجئين ونحل مشكلة الأراضي والمستوطنات هذا اتفاقية أوسلو مر على الاتفاقية ثلاثين سنة يعني احنا السنة هاي بشهر سبتمبر كان مفروض عاملين احتفالها في كل مكان بالعيد الوطني لتأسيس الدولة الفلسطينية اللي تأسست قبل خمس وعشرين سنة لكن احنا الآن وصلنا لوين لا عندنا لا غزة ولا أريحة التي عطيت غزة عملة سجن وأريحة وقسمونا إياها زون A وزون B وزون C وبلشنا ندخل في اللي شايفينه انتو وما كان لدينا قبل أوسلو تم التضحية به تماما وهو المسجد الأقصى احنا قبل أوسلو لم يكن يجرؤ أحد للدخول إلى ساحة المسجد الأقصى لا مستوطن ولا أجنبي إلا بإذن كان الأجنبي حتى الساحة يدخل بإذن من الروقاف الإسلامية تصريح سحونا لا يعني ما كان ينبغي لنا أنه احنا نتقدم نحو الأمام احنا في الحقيقة خسرنا حتى ما كان لدينا أيام الاحتلال مباشر فهذه كان واضحة تماما بالنسبة لنا يعني مش ممكن اليوم يطالع تضحك علي في موضوع حل الدولتين واستئناف عملية السلام وبعد بكرة بنحل المشكلة وكما قلت لكم أريد للمجموعات أن تتقسم غزل حالها بسيكولوجية مختلفة الضفة بسيكولوجية مختلفة 48 مفروض الآن بتكلموا عبري وفقا للرأية الإسرائيلية قديمة أنه خلص هذول أصلا استوعبه في المجتمع الإسرائيلي لكن المفاجأة الحقيقية أن كل هذا لم يحدث أنه بقي الفلسطيني أكثر وعيا وشجاعة مما كان عليه الحال في 67 يعني هل لدينا شك أنه الشباب اليوم الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى في مناطق فلسطين فلسطيني الداخل 48 أكثر تمسكا بمفهومهم الفلسطيني الوطني وبهويتهم العربية الإسلامية من الأباء والأجداد أنا وفلسطيني كنت عاجب في فلسطين وعارف هذا الكلام وبتكلمكم عن خبرة أبنائنا وأحفادنا أكثر شجاعة مننا وما كنا نعتبر انتحار في لحظة ما بمواجهة للإسرائيليين أصبح اليوم معتاد وطبيعي يقوم به الشباب الصغار فإذن ما كان يراد للمجتمع الفلسطيني حقيقة لم يتحقق وإسرائيل فشلت فشلت ذريعا في ذلك إلى أن جاءت لحظة 7 أكتوبر 7 أكتوبر الذي فعلت أنها قلبت الطاولة تماما الصورة الإسرائيلية تهشمت من أنها قوة أمنية لا تخترق وقوة عسكرية لا يمكن لها إلا أن تبقى مهابة الجناب ثانيا أعادت مرة ثانية البوصلة من أحاديث تفصيلية حول كيف نطعم أهل غزة ونفك الحصار شوية ونطعم فلان ونعلان والضف الغربي كيف البنوك تقرض الناس وما تقرضش الناس وأنواع السيارات الجديدة اللي تنزل للناس وأنواع الاتصالات وبعدين أجوا قالوا الفلسطينيين في الثماني وفي السبعة وستين في الضف الغربي يعني تعالوا يا شباب المحترم فيكم نعطيه ترخيص ودخلوا على إسرائيل كويس جدا والمحترم جدا بنعطيه ترخيص أحسن حتى بإمكانه يسافر من مطار بنغوريون على سبيل المثال فإحنا تسابقوا إلى هذه الخيرات يا شباب شايف كيف إذا أنت محترم جدا بمعنى عمرك ما دخلت في موضوع فلسطين ولا حكيت كلمي عن حقوق الفلسطينيين تعالي شوين بنكافأك لكن عفوا إذا كنت مرة غلطت برضو باب التوبة مفتوح إذا مرة نزلت لك بوست ولا طلعت لك بمظاهرة ترى القلب الإسرائيلي الرحيم سيغفر لك منذ عليك وقول لك يا أخي إذا سمحت يعني هذا الكلام مش منطق وإلا معقول إحنا معطيناك ثلاثة أربع سنين راجع نفسك إذا ثلاثة أربع سنين بيصير محترم ترى والله لا نعطيك التصريح وهو في ناس فعلا يعني برضو انبسطوا على هذه القصة بشيئة يعني بمعنى وضعونا بروسس أجل الثمانية وأربعين صنعوا فيها أشياء أخرى مختلفة تماما عصابات للقتل والسلب والنهب وتحولت مناطق الثمانية وأربعين إلى منطقة هي الأعلى جريمة ربما في كل منطقتنا إذا استثنيت الحروب الأهلية الموجودة في سوريا وفي ليبيا وغيرها معدل جريمة في منطقة الثمانية وأربعين سبعتاشر ضعف معدل الجريمة داخل إسرائيل نفسه وسمح للعصابات عصابات المخدرات عصابات التهريب عصابات القتل أن تتسلح وأن تمارس ما يمكن من أقصى درجات الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في الثمانية وأربعين وكل يوم بنسمع عن ثارات وعن قتل يتم في أوساط الثمانية وأربعين إذن كل منطقة صمم لها برنامج إما العزل التام والفقر المدقع وإما الإغراق التام بالوعود الحسنة والطيبة والجميلة لكي ينسى الناس ويتنازلوا عن أي فكرة وطنية وإما بإشغالهم بالقتال ضد بعضهم البعض ومحاولة تدمير بنية المجتمع كما حدث في منطقة الثمانية وأربعين والشتات الفلسطيني اللي معظم نحن نقع تحت إدارة دول عربية وإسلامية بدأت تطبع مع إسرائيل وأصبحت إشكالية الفلسطينية في الخارج أنك تتعاطف أو ترسل دعم للمنظمات خيرية أو اجتماعية شبه معدوم وشبه مستحيل وبالتالي الوضع كان مريح جدا الآن أصبح في عندنا شيء جديد وعيد التركيز مرة ثانية على أن القضية الأساسية والجوهيري في هذا الصراع لم تحل وهي قضية المسجد الأقصى وقضية الاحتلال وقضية الأرض وأن كل هذه المنظومة التي بنيت عبر ثلاثين سنة تدمرت الآن في هذه اللحظة لأنه رجعنا مرة ثانية إلى نقطة الصفر ولما أنا بسمعي أنا صراحة فجأت مثلكم يعني كنا تفاجأنا كنا كنا نعرف أن هذا الوضع غير قابل للإستمرار في لحظة ما سيتم الانفجار لكن ما كنا نعرف لا حجمه ولا توقيته ولا الطريقة التي ستتم وتمت نحن نعرف الآن أن هذا الانفجار سيكون له ما بعده ما هو الذي بعده إسرائيل جرحت جرح عميق وكسرت حيبتها بطريقة لم يسمق لها مثيل ولذلك الآن هي معنية بأن تثبت مرة ثانية أنها قادرة على التدمير والبطش الشديد الذي نشاهده في غزة هو خير دليل على ذلك الدم الفلسطيني أصبح مستباح بطريقة طبعا همجية وأنا بتقديري كانت متوقع من اليوم الأول يعني ما كناش أصلا عندنا وهم أنه بعد الحدث الذي حدث في 7 أكتوبر أنه الإسرائيليين سيردوا بهذه الوحشية وهذا العنف في قطاع غزة الجنون الذي يسيطر على العقل الإسرائيلي غير مسبوك يعني حتى الإسرائيليين اللي كانوا برو بجوز يكونوا مثلا عندهم شوية عقل بطل فيه عندهم شوية عقل فكل ما يقال وما نرى على السوشيال ميديا وما نسمع من الحوارات التلفزيونية على الشاشات الإسرائيلية فيه وحشية يعني غير مكتب يعني لما كلك وزير الدفاع نحن سنتعامل معهم كحيوانات بشرية وليس كبنبنشة نقطع المي ونقطع الكهرباء وندمر إما أن تبقى غزة بدون حماس أو أن تبقى غزة بدون فلسطينيين تماما يعني فيه كلام قاعد يقال بشكل كبير أنا أنا بصراحة يعني طبعا كلنا بنخاف على إخواننا في غزة ونسأل الله سبحانه وتعالى نحفظهم جميعا لكن فيه نقطة مهمة جدا أنت بتقديرك لما تكون الهستيريا هي التي تكون صانع القرار قراراته بتكون عادة حكيمة وصحيحة وقادرة على أن تحقيق أهدافها مستحيل لذلك حملية الجنون عند القائد أنا دائما بحذر دائما بحذر السياسيين أنا أقول دائما العسكري ينبغي أن يكون لديه شجاعة أكثر بكثير من التعقل هذا الشيء طبيعي العسكري لازم يكون يعني رجل جاي على الموت السياسي ينبغي أن يتخلص قدر الإمكان من العواطف من أجل أن يكون حكمه صحيح لأنه إذا هو أصيد أيضا بحالة الهذيان والجنون والسعار سيتحول ما يقوم به إلى فشة غل وفشة الغل في مسائل جوهرية مثل هيك ربما تؤدي إلى دمار وربما تؤدي إلى مذابح ولكن في النهاية ستنقلب على رأس الشخص الذي اتخذ القرار ولذلك أنا لما أشعر أنه قد أصيب بتوتر بشعر أنه هو الآن سيخطئ أخطاء كارثية طيب شو الأخطاء الكارثية اللي حتى حصل لأن المنظومة اللي قاعدين بتكلموا عنها إما أنه منطلع أهل غزة وجوز الكبير منهم على سيناء نفتح معبر ليهرب ربع مليون نص مليون مليون من أهل غزة إلى سيناء نربيهم ونخلص نص السكان وبعدين نعمل عملية زحف بري وإما نقطع غزة إلى ثلاثة أجزاء وإما ندخل في عمق خمسة كيلومتر ونعمل زون حول غزة غزة كلها بالمناسبة عمقها عشرة كيلومتر يعني معنا خمسة يعني نص غزة لأنه غزة مساحتها ثلاثمائة وستين كيلومتر مربع ستة وثلاثين كيلو طولية وعشرة كيلو عرضية مش بدأ ستة وخمسين كيلو بالتالي أنت بتتكلم عن مساحة ضخمة طيب السؤال الآن اللي بترح نفسه بعد ما تعمل كل هيك الموضوع الفلسطيني انتهى كويس جدا ممكن يكون فيه شهداء بالألف وأنا أتوقع أن يكون فيه شهداء بالألف بعدين خلص الأمور الحمد لله والناس هتخاف وتتضبضب في بوت بيوتها شوف هذا الكلام مستحيل فيه شيء حقيقة لا يفهم العقل الغربي ولا العقل الصهيون اللي هو امتداد العقل الغربي أنه فيه لدى الإنسان العربي المسلم ابن الحضارة التي ينتمي إليها العرب والمسلمون في هذه المنطقة سايكولوجيا مختلفة تماما عن السايكولوجيا التبادلية التي تحدث عادة في عالم في العالم المادي الغربي اللي فكرة بخوفك يا بطخك يا بترد علي والخلاص برد علي في كثير من الناس ممكن ينطخوا فعلا هذه السايكولوجيا من الإذلال التي يمارسها الإسرائيليون ويمارسها الغربيون علينا في هذه اللحظة ستتفجر بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق أنا دائما بحكي هذه القصص إحنا في يوم أنا كنت شاهد عيان على الحرب في أمغانستان كمية القذائف التي أطلقت على أفغانستان والسلاح الأمريكي الذي جرم في أفغانستان الفقيرة وعلى طالبان التي لم تملك من أمرها إلا أسلحة خفيفة جدا كانت لا يمكن للعقل البشري في ذلك الوقت أن يستعمل حجمها مخيفة مذهلة صحيح أم لا؟ هل كان الذي عايش الحرب في عام 2001 في أمغانستان يتنبأ أنه يشوف الأمريكيين يخرجوا ويترجوا طالبان أنه يسمحوا لهم أن يطلعوا من أمغانستان بعد 20 سنة يعني شوف أنت يعني مفروض أنه أمغانستان أصبحت بعد ذلك اليابان وتجربة اليابان في العقل الأمريكي على فكرة حاضرة جدا أنه إحنا ضربنا عليهم النووي صاروا أصدقائنا مش كده؟ هذا اللي صار فإحنا هم متوقعين أنه إحنا كأمة إذا ضرب علينا هذا السلاح ودمرنا بعد ذلك النتيجة الطبيعية أنه الليبرالية الغربية ستدخل إلى بيوتنا ونصبح حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية وإحنا حنقول لهم يا جماعة يخلف عليكم قتلتونا بما في الكفاية ما شاء الله إحنا ستهدبنا وصرنا أوادوا محترمين وأسفين ومنكم السماح هذا عمره ما صار في العالم الإسلامي لا أذكر أن حالة إرهاب خارجية في أي مكان في بقعة في العالم الإسلامي تحولت إلى حالة تصالح مع المحتل لا في الاستعمار في فتاة القرن التاسع عشر لا الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني ولا في العدوان الصهيوني علينا أبدا في حالة واحدة اذكروني في العالم الإسلامي أن حالة القهر والضغط والإرهاب والتدمير تحولت بعد ذلك إلى التصالح مع الواقع واستسلام وخدلان كما وقع في اليابان ما صار عندنا أبدا فإذا النموذج الياباني المسيطر على العقل الأمريكي أنه إذا أنت بدك إياهم زيد عليهم الضغط ما نفعش السلاح اضرب نووي بعد النووي الأمور تزبط أنا بتقدير هذا الواقع لن يتغير عملية القتل والتدمير التي في غزة تغذي شيئا ما في وجداننا العربي والإسلامي وليس في الوجدان الفلسطيني فحسب ستغذي حالة جديدة من عزيمة المقاومة ستغذي حالة جديدة من عزيمة الارتداد عن النهج المدمر والخاطئ السياسي الذي اتخذته كثير من دولنا العربية وسيحدث حالة جديدة شعبية وبعدين ولا مؤاخدة إحنا الواقع هذا نحميه ليش اليابان صار عنده فلوس وبنه شغلات كثيرة جدا وصار عنده اقتصاد عالمي هي الاقتصاد الثاني في العالم إحنا شعوبنا فقيرة حكومتنا فاشلة ووقعنا في كل دولة عربية تقريبا معدد دول خليجي الوضع خاص فيها بسبب البترول واقعنا ممزق سياسيا إحنا مهجرين إحنا عندنا أحيانا حروب أهلية في بلداننا عدم المؤاخدة هذا الواقع إحنا بنا نحميه ليش إحنا عارف كيف يعني أنا أصاق ضحي من أجل إني أقبل بالذل والهوان والقصف والقتل والتدمير والإقصاء من أجل ماذا فالمشكلة اللي هم مش فاهمينها إنه حقيقة هذا سيؤدي إلى اشتعال شيء أوسع بكثير مش اليوم ربما ربما بكرة بعد بكرة الشهر الجاي السن الجاي أنا ما بعرف لكن نحن شروب ذات ذاكرة تراكبية أذكر مرة لما صارت حرب 2003 كنا نروح نتكلم كنت أنا أغطي الحرب في العراق في الصحفيين يسألونا يا أخي شوف العالم العربي أنت تقول وين المظاهرات كن دائما كلما يا جماعة إحنا شعوبنا ما بتشتغل مظاهرات فكرة المظاهرات هاي هاي عندكم أنا في المجتمعات الديمقراطية ناس تطلع تظاهر وبترفع ملاكهد وبحملوا كاندلز وبوقفوا مش عارف وينه وبعملوا شغلات حلوة يعني جميلة جدا إحنا عندنا إحنا بنتفرج ونختزل نختزن المشاعر إلى أن تعت اللحظة المباغتة والمناسبة ويتفجر كل ما كان قد اختزل بشكل جديد وبمقاومة اللي لم يسبق لها مثيل وستتفاجأون وفعلا تفاجأوا لما سقط الطالبان عام 2001 ودخلت الناس أنت بتذكروا شو صار فيه بتجلز بتذكروش أنا أذكر كيف شحن الطالبان في كونتينرز من قندز أنا كنت شاهد على يعني أذكر هذا جيدا لأنه كان شيء في غاية الألم يعني وضع مئات من عناصر الطالبان والقاعدة في ذلك الوقت في كونتينرز مغلقة في كونتينرز وتم شحنهم إلى مزار الشريف لما وصلت الكنتينرز التي لم يكن فيها ولا فتحة للتنفس وعظم من كان فيها قدمات تشاهد كيف ثم وضعوا في قلعة جانجي بدريش بتذكروا قصة قلعة جانجي لما صار الصدام المسلح بينما انتبقى من الأحياء كان مفروض الذين وصلوا إلى قلعة جانجي بعد جلوسهم في الكنتينرات قد استسلموا ورفعوا أيديهم وقالوا يا إخوان منكم السماح ونحن فقط أعطونا الأمل في الحياة صحيح؟ لكن ما الذي حدث؟ اختزل ذلك الغضب وتفجر في حينه أحيانا يتفجر في حينه أحيانا يتفجر بعد سنة أحيانا بعد عشر سنين أحيانا يتفجر على يد الأبناء والأباء والأجداد والأحفاد لكن قطعا الظلم اللي بقى على أمة مثل هيك لا يمكن أن يتم التصالح معاه لأنه الـ DNA تبعنا لا يسمح لنا بالتصالح لا يسمح لنا بالتصالح مع الظلم ولا يسمح لنا بالتصالح مع البطر فلذلك اللي بتشوفوا الآن في غزة قطعا هذا سيكون بداية مرحلة جديدة وهذه المرحلة الجديدة لن تكون مرحلة ضعف وانكسار واستسلام وهوان ورفع الأيدي والتطبيع الشامل والكامل با هي لحظة يستعد فيها الإنسان لجولة جديدة ويستعد فيها الإنسان لوعي جديد أكثر تقدما فبالتالي إياكم أنه إحنا طبعا أنا الآن بتابع الإعلام الإعلام الغربي بكل أو معظمه يعني طبعا الحد كبير جدا للأسف الشديد أصبح يعني يعني لما اليوم لينزي جراهام السيناتور الأمريكي بقول هذه أصبحت حرب دينية شوفت كيف وعليكم أن تدمروهم هذا السيناتور ماشي لما تصل حامل الطائرات كلفت 11 مليار دولار إلى شواطئ فلسطين فيها طائرات قادرة على إطلاق صواريخ نووية وكلام من هذا القبيل ولما تشوف هذه الحالة يعني مفروض إحنا الآن نرعب نرتجف نختبئ نخاف نتدمر لكن في الحقيقة رد الفعل الآخر سيكون العكس وأنا أنا يعني لما أشوف كلها والمسارات واضحة أمامنا لأن التاريخ هو أفضل حكم على ما نشاهد فهذه نقطة مهمة النقطة الأخيرة التي يرد وختم فيها فيه عندنا ديانة ثاني اسم الأمة وأنا من زمان بحكي في الموضوع هذا وحكيت في هاي القاعة عشرات المرات فيه ناس بيقول لك آخر أنت بتبالغ في الشغل هاي أنا ما بابنغ أعتقد أنه تقسيمنا الذي حدث إلى دول في حرب العالمية الأولى وبعد ذلك في الحرب العالمية الثانية اللي ما يسمى بالدول القومية لم ينجح وما زال الرابط في الوجدان الإسلامي العالمي والوجدان العربي أكبر بكثير مما يعتقده المحللون السياسيون والدارسون للتقسيمات السياسية وأنا رأيي أنه هذا المفهوم مفهوم جنيني أساسي محوري في الوعي المتشكل الوعي الإسلامي وفي الهوية الأساسية التوحيدية يعني معنا في عندنا شيء اسم التوحيد رب العالمين وفي شيء اسم أمة واحدة مش كده وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يعني بتقديري من المستحيل أن يكون هناك دين اسمه إسلام بالشكل الذي نعرفه وأن لا يكون هناك أمة وأنا أعتقد لما الرسول عليه السلام أخبر عن فكرة الأمة المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تضاع له جسد بالسهر والحمة مش كان يحكينا عن شو لازم نعمل كان يصف الواقع في فرق إنه كان يصف حالة هذه الحالة مرات بتزيد مرات بتقل لكن الجسد سيبقى جسد رغم التقسيم اللي قاعد بحصل ونعتقد أنه هذا موجود في كل مكان في هذه القاعة قبل ثلاث أربعة أيام قبل يوم يوم السبع أكتوبر سألني يا أحد الإخوة كنا جالسين في المحاضرة زي كده وقال لي يا أخي أنت بتظلك تحكي الأمة 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 وفلسطين يا عمي منت شايف ما حتى تسأل والله العظيم العام لي نريده بياه ولا حتى عامل إشي قلت له هذا صحيح إلا عندما تحين الساعة المناسبة الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتفق عليه الأمة الإسلامية ومنطقتنا هذه هي فلسطين وعندما تحين اللحظة ستفاجأ أنت بأنه الناس تندفع بكل شوق وبكل وعي وبكل عمق باتجاه هذه المسألة لكن عندما تنشغل بصراعاتها السياسية يبدو أن المسألة الفلسطينية قد همشت كأولوية مؤخرة لكن في الوجدان في الداخل تقفز دائما إلى الأمام في اللحظات اللحظات المفصلية التي ينبني عليها شيء ما ومن هنا أنا صراحة أريد أن أقول لكم هذا اليوم الذي يحدث في الشاشات مؤلم الذي يحدث في غزة لا يمكن أن يحتمله العقل ولا يمكن أن يقبل به ولا ينبغي أن نقبل به وينبغي أن نساهم كلنا جميعا في محاولة وقف نزيف الدماء هذه ولكن الرسالة المهمة أن الوهم والضعف والشعوب الهزيمة والانكسار ينبغي أن لا يخامر مشاعر الناس للحظة واحدة لأن المسار هذا الطويل لو درسته ستجد أنك تتقدم دائما خطوات إلى الأمام باتجاه حل حقيقي عادل وإنساني وأخلاقي نحن الأمة الوحيدة في العالم التي جعل من المنهج السياسي منهج أخلاقي ديني بالمناسبة قبل أيام سؤال أحد الناس بقول لي يا أخي أنتم تبتعوا أحد مش مسلم يعني بقول لي يا أخي يعني عدم مؤاخدة نبيكم يا رجل في نبي بقود جيوش يعني معقولي هاي ونبي بقتل ناس يعني شوف عيسى عليه السلام كده رجل فاضل ومحترمه ويعني ما عمل شغلات هيك يعني النبي هيك يعني أنا أريد النبي بكل أوه مسيحي قال لأن النبي عندي هو ذلك الرحيم الرؤوف الشفوق الذي لا يستبيح الدماء ولا القتل ولا الكلام قلت بدي أسألك سؤال مش المفروض كان أتباعه يتخلق بأخلاقه بلاقيت كل الحروب اللي صارت في العالم من اللي صنعها ورب 100 مليون إنسان قتل في عام 1900 من 1917 من 1915 إلى 1945 النموذج نفسه لم ينتقل قلت بتعرف ليش؟ لأنه لم يكن هناك نموذج سياسي وهذه النقطة في غاية الأهمية نبينا لأنه الأخير جاء بنموذج متكامل إن كنت عسكريا ستجد فيه قدوة وإن كنت سياسيا ستجد فيه قدوة وإن كنت اقتصاديا ستجد فيه قدوة لكن في مراحل في التاريخ الإنساني الله سبحانه وتعالى أرسل رسل لم يجعل منهم شاملين لكل مناحي التعدد هذا لأنه أراد أن يصحح مسارات موجودة في الوعي الإنساني فكان فيه مسار موجود في الوعي اليهودي من بني إسرائيل تم تصححه بزيادة الوعي الأخلاقي والروحاني عند السيد المسيح عليه السلام ولكن النبي عليه السلام والنبي الخاتم جاء لي كي يقدم النبي النهائي النموذجي المتكامل الذي يستطيع الإنسان فيه أن يقتدي بكل منحة من مناحيه وإلا لقلنا أنه أنا كعسكري بعمل اللي بديه بذبح وبقتل وبسلخ كما أريد لا بكل عفوا لا 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 أنت كعسكري بدك تقتدي بنبيك الذي قال لا تقتل شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطع شجرة لأنه كان قائد عسكري وبيحكي لك بهذه اللغة وإن كنت سياسيا بقول لك لا لا أطور روحك بدك تقول بدك تقتدي به عندما قال رب هدي قومي فأنهم لا يعلمون وعندما طالب بالعدل والمساواة بين الناس وعندما احترم الأمم الأخرى التي فتحت في عهد آخره وعمل التحالفات ونزل على القرآن يقول له أوفوا بالعقود أوفوا بالعهود كل هذا سياسة إذن هذا النموذج نموذج كامل هذه الفكرة الجوهرية فينا معها فكرة أن هذا النبي صلى الله الأمة وأن هذه الأمة تقوم بكل هذه الأمة فهذا النموذج برأيي غير قبل للانكسار لا اليوم ولا بكرة ولا بعد مئة سنة ولا بعد ألف سنة وإحنا صمنا ألف واربعمائة سنة وفي الألف واربعمائة سنة بقي فيه هناك شيء اسمه شعور عميق لدى الوجدان والضمير الإنساني الموجود في كل واحد فينا بشيء اسمه أمة يراد تكسيره من خلال فكرة الدولة الكطرية والقومية والعرقية والإثنية والكلام المشعرف مين لكن احنا شايفين هشاشة هذه الكيانات البديلة التي لا ينبغي لنا أن ننخدع بأنها ستبقى إلى الأبد هذا والله أعلم شكرا جزيلا لكم ونفتح الباب للأسئلة والحوارة هذه الحملة شيء هذه الحملة خطيرة جدا لم نكن نتوقعها من حماس ولكن هي خطيرة وقوية بعد هذه الحملة نحن نرى أن هذه الحملة ليست في الواقع اليوم هذه الحملة ليست حال التحير وهذه الحملة لن تؤدي بحماس لن يتمكنوا أن ينهو حماس في غزة شيء كثير صعب اليوم فنحن نتجه للمفوضات والهانيبال ستعمل سياسة الهانيبال ستعمل فوضى وجوات الإسرائيل جوات الاحتلال فنتحدث اليوم بمفوضات ما برأيكم المفوضات أين ستبدأ المفوضات وهل ستكون قطر في مقدمة المفوضات أو ستكون السعودية التي تقول تمشي مصالحها في التطبيع وليوم شفنا الخارجية الأمريكية قالت أنها تتواصل مع قطر وقطر شركة استراتيجية للخارجية الأمريكية وكان بدي نوه لشغلي اليوم أولاد الأراضي 48 اليوم عملنا حملة لنلبس كفيات بالجامعة أكثر شباب هني كانوا متساعدين هني أولاد الأراضي 48 اللي بقول لنا أصلا أغلبهم قال هم ما كانوا موافقين لعملوا هذه الحملة لأنه بيقولوا هاي خطر عليكم بس ما سمعوا لأحلم فكان بدي نوه للمقطة شكرا جزيلا لك طيب سؤال ثاني سنضر شكرا جزيلا للمقطة سؤالي هو بالنسبة لدول العربية لتذانة على روشك الفلسطيني ما الذي سيتغير بالنسبة لها وأيضا بالنسبة لدول العربية التي بالفعل قد طبعت هل ستعد مراجعة حسابتها فيما يتعلق بتطبيعها مع الكيان أو تجاهلها للفصال الفلسطيني جميل السؤال الأخية الثالث بعدين من جولة فضلت رزيلا السلامة الكريم سبحان الله الأمة رب العالمين في القرآن كم مر ذكر يا أيها الذين عروا سبحان الله مرات كثيرة ولكن في عندي سؤال هل المقارنة بين إسرائيل وأمريكا مقارنة صحيحة أمريكا في الفيتنام هي محتل ولكن اليهود هم مستوطنون البريطانيين لما ذهبوا إلى أمريكا استوطنوا ولا زالوا الآن في أمريكا أستراليا ونيوزلندا في أسباني نازال نجد قبور القادة في المكسيك فهل المقارنة صحيحة في هذه الحالة؟ أم أن اليهود بالفعل محتلين وكل واحد فيه معه جواز مختلف ممكن تاني يوم يطلعهم يهرب على طول وشكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب طيب نجد بس السريع على الأشياء شوف هاي اللحظة اليوم والأيام القادمة القليلة ما فيه تفاوضة الإسرائيليين لن يستطيع أن يفاوضوا من أن نتنياهو يعرف أن هذه المعركة في اليوم الذي ستقف فيه المدافع سينتهي سياسيا ستتشكل لجان تحقق فيما الذي وقع ستعتبر أن هناك أخطاء كارثية أوصلت للجيش الإسرائيلي لما وصلت إليه ستنتحيات نتنياهو نتنياهو يعرف أن إطالة أمد المعركة هو إطالة لأمد بقائه في السلطة هذه مسألة بغاية الأمية تشكيل الحكومة الانتقالية اللي جانس اليوم نضم لها وحتى الآن ما بنعرف إذا بقيت زعماء الأحزاب حينضموا ولا لع لأنه يبدو في مفاوضات بهذا الاتجاه بتحدد هذا المسار تشكيل الحكومة الانتقالية يعني ماذا أنه إذا كان هناك تصعيد التصعيد ستتحمل الحكومة الحكومة الوحدة الوطنية بمعنى مش نتنياهو لحاله يستطيع نتنياهو يقول مش لحالي أنا اللي دخلت غزة وصارت في هذه المذابح أو هذه المخاسر اللي إذا وقعت يعني مواجهة أرضية وأيضا بعد زمن لو بدو يصير في مفاوض مش هكون أنا لحالي فاوضت فهي إما كده أو كده أنا أرجح التصعيد يعني أرجح أن نتيجة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الآن في إسرائيل هو التصعيد وليس التهدئة والدم الذي تريده إسرائيل تريد دم كثير لكي تقنع المجتمع الإسرائيلي بأنها قادرة على الردع وأعتقد وجود حاملة الطائرات جيرالد فورد في الشواطن المتوسط وربما يأتي غيرها هو أيضا محاولة لإقناع الإنسان المواطن الإسرائيلي العادي أنه يا جماعة ترى إحنا أكوياء والخير ما تخافوش وما ترتعبوش لأنه في مشكلة كبيرة في هذا الموضوع من سيفاوض بعض ذلك؟ في لحظة ما في عندك دول مثل قطر تم الاتصال فيها من قبل الأمريكيين كما قرأنا في الإعلام في محاولة للضغط من أجلي كما قيل اليوم أنا ما عندي معلومات خاصة يعني أنتوا زي زيكم أنه والله أنتوا يا جماعة يا قطرين اضغطوا على أطراف أطراف ثانية ما تدخل في الحرب قصدوا الحزب الله أو ربما يعني أي جهات أخرى وأيضا طلب آخر أنه نطلق صراح روحوا ساعدونا نطلق صراح بعض الأسرة خاصة الأمريكيين وربما أيضا جنسيات أخرى زي الفرنسيين وما إلى ذلك اللي أعلن عنهم اليوم هذا الشيء المطروح الآن مش مطروح إشيء اسم مفاوضات على إنهاء القتال أو الوصول إلى حالة من وقف اطلاق النار في شيء آخر أيضا طرح الآن أنه والله بدنا هدنا مدة 6 ساعات من أجل فتح كوريدور إنساني بين غزة وبين مصر الكوريدور هذا أنا بخوفني كثير يعني المصر طبعا مترددة جدا في أن في هناك ضغوط أمريكية على مصر لفتح كوريدور لخروج سكان غزة وفي مطالب لفتح كوريدور لإدخال مساعدات إسرائيل تقول إحنا سنقصف أين مساعدات تدخل هذا اليوم مقصف ومعبر رفح ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه إنه إذا موافقت مصر على فتح معبر للفلسطينيين من غزة إلى سيناء هذا بتقدير خطأ استراتيجي يعني خطير جدا له عواقب وخيمة على قضية الفلسطينية وعلى الوضع المصري أيضا نفسه في سيناء يعني أنت يعني أنت حتدخل هنا في معادلة أخرى مختلفة قد تغير يعني أيضا موازن القوة في المنطقة فلذلك هذا الذي بحدث فبالتالي إحنا لسنا أمام حالة تفاوضية على الإطلاق نحن أمام حالة تصعيدية الكل فيها يحاول أن يوازن بين متطلباته إسرائيل متطلباتها الداخلية وحماس أيضا ترفض الإطلاق صراح أي أسير إلا بصفقة وبالتالي أعلنت رسميا أنه نتائج المفاوضات حول إطلاق الأسرة سيتم بالآخر مش اليوم اليوم طالبنا ليست أو ما نريده ليس مطلبيا ما نريده هو مناقشة وضع الاحتلال كله وإلا حرب مفتوحة وأنا لما استمعت الخطاب الضيف على المناسبة يعني دائما أنت في أي فعل عسكري بيكون في عندك هدف استراتيجي مش كده يعني كنت حابة أفهم لأنه كنا تفاجأنا من نفهم شو المطلوب فهو أتكلم عن الحرب المفتوحة يعني هاي العبارة الجوهرية في الخطاب أنه نحن نقوم بالذي نقوم به من أجل حرب مفتوحة إيش الحرب مفتوحة؟ الحرب المفتوحة يعني أن هناك حالة أمنية متوترة دائمة الصراع والصدام العسكري ما بين فئات من المقاومة وما بين الجيش الإسرائيلي وهذه الحالة انتقال عن المصار الآخر اسمه مصار العملية السلمية هذا شيء ثاني مختلف تماما هذا هو المصار اللي مشت في فيتنام على سبيل المثال حرب مفتوحة إلى أن تم إنهاء الموضوع هذا المصار اللي مشت فيه طالبان طالبان ما عملت عملية السلم عملية حرب مفتوحة ظل في صراع تضربني وبضربك إلى أن نشوف مين اللي بصمود في الآخر فهو طرح هذا المفهوم هل تستطيع المقاومة أن تواصل هذه الحرب لتبقيها مفتوحة بالشكل اللي هم تكلم فيه هذا بعتمد على عناصر كثيرة منها أنه هل ستتوسع رقعة الحرب أم لا بمعنى هل ستدخل قوة أخرى إلى الحرب أو لا تدخل قوة أخرى إلى الحرب من هي القوة التي تدخل أو لا تدخل في هذه الحالة المرشح الأساسي المفروض أنه حزب الله اللي إحنا بدأنا نشعره اليوم مبارح أنه فيه شوية تصعيد على الجبهة حتى الآن مناوشات لا ترقى إلى الدخول المباشر في الحرب ففيه طبعا بغض النظر أنت شرائك في حزب الله وشرائك في إيران وشرائك في بشار الأسد هذا الشيء ثاني مختلف تماما لكن فيه سؤال مهم جدا أنه إذا هذه الحرب ستكون حاسمة في عادة تشكل وعي في المنطقة عموما ليش أنت بنيت إيران بنت نموذج اسمه محو المقاومة يعني وفي أربعين خمسين أربعين سنة الماضية تقول أنه أنا أنا كإيران أنا بدي أقف إلى جانب شعب فلسطيني وحار القدس وبالتالي هاي النظرية التي بنيت من قبل إيران من خلالها أصبح لإيران نفوذ هائل في العراق وأصبح لها نفوذ في لبنان وأصبح لها نفوذ في سوريا وفي اليمن وما إلى ذلك اليوم الحرب صارت مش كدا فإنت ما مخيارين إما أنه ما كنت تقوله عبر الأربعين سنة تيجي بتتفضل وتشوف أنه كيف بدك تنفذه وإما ألا تفعل إن فعلت والله هيت فعلا إنه الحكي اللي كنت تحكي فيه صحيح من كوي جدا لكن إن ما فعلت ما تقدر بعدها تيجي تقول ترى في إيش اسمه قدس وفلسطين وإحنا مدافعين عن قدس وفلسطين حاجة أقول لك عفوا يا أخي أرجوك ما تستغفلنا لأنه اللي صار هذا مش ممكن هذه قد تعني نهاية كل النظرية التي بنتها إيران في المنطقة لنفسها ومن هنا صعوبة انتخاذ القرار يعني أنا ما بحكي لك أنا هنا الآن أريد أن نحلل تحرير موضوعي لا أريد أن أدخل في أنا مع إيران ولا ضد إيران بحب إيران ولا بكره إيران ولا شو مشكلتنا مع الحوثي ومشكلتنا مع الحجب الشعبي ومشكلتنا مع حزب الله هذه مساء الأخرى مش داخل فيها الآن أنا بدخل فقط في تحليل إلى الآن أمامنا معركة هي الأضخم والأكبر في المرحلة الحالية في أمام الخيارين إما أن تطبق ما تقوله على الأرض وإما بعد ذلك أن يجد كل من الأطراف الموجودة في المنطقة تحالفات الخاصة فيها لأنه لم يعد هناك شيء أو لم توعد هناك سردية اسمها بحور المقاومة فهذه نقطة أتصور إيران وحزب الله سيضعوها على الطاولة في الأيام القادمة وهم يفكرون في حجم وطريقة الدخول ربما يفكروا في تصعيد تكتيكي بمعنى أنه كل ما زاد الحرب في غزة كل ما أنا زادت عدد المسيرات من الشمال أو ربما الصواريخ من الشمال أو ربما الإختراقات من الجولان هذا كلام ممكن يحدث وإما أن تصبح حرب مفتوحة إحنا أمام هذا الذي سيقرر ما إذا كان الذي سمعناه من في اليوم الأول يوم 7 أكتوبر عن هذه المواجهة وتحويلها إلى حرب مفتوحة سيحصل أم لا باختصار لأنه لن يحدث فقط من خلال غزة لوحدها غزة لوحدها من السهل أن تستفرد بها إن لم يكن هناك حراك في مستويات أخرى وربما هذه المستويات تكون ضفة غربية ربما تكون 48 ربما تكون حدود أخرى مختلفة لفلسطين مع الدول العربية المجاورة هذه نقطة المعيار الجوهري في الحكم حول ما إذا كان سيتحول هذا الصراع هذا الذي نرى أمامنا إلى حرب مفتوحة أم سيتحول إلى حرب مباشرة واستفراد بغزة وأنا بتقديري بتقديري يعني وما بعرف هذا الكلام حسنا في لحظة التي سينتهي فيها الاحتلال من غزة لا سمح الله يعني وأرجو أن لا يحدث ذلك وإن شاء الله مصح يحدث لأننا عارف أنه في يبدو أنه من الصعب والعسير على الإسرائيلين أن ندخلوا في القطاع بشكل بري مباشر وكبدوا خسار حقيقية في ذلك الوقت لكن إيران مفروض لو سألوني مثلا يعني حقولهم يا جماعة طرح بعدها أحتيج عليكم الدول لأنه وقتها إسرائيل إذا انتشك بنصر في غزة ستحاول أن تكمل في لبنان من أجل تطمين عناصرها الموجودة أيضا في داخل بلادها يعني المواطنين هاي الإسرائيليين نحن ترى أمنا مجالنا الحيوي وهذا نتنياهو حكا قال أنا سأغير خارطة المنطقة مش كده أغير خارطة الشرق شو قصده تغير خارطة الشرق الأوسط في عندي خطر موجود في الشمال في خطر موضوع في الجنوب خلصت من الجنوب ببدا في الشمال بالتالي هذه مسألة بتقديري أي عاقل سيفكر فيها بده يحطه على الطاولة أمامه عندما يتخذ القرار بده يهاجم أو بده يشيهاجم وهذا الذي يجب أن ننتظره بنيجي للسؤال الأخير على التطبيع أقول لك أنا حكيت هذا الكلام قبل كم يوم قبل المعركة خليه مطبع يعني هذا مؤاخذي أنا طبعا ضد التطبيع لكن لا يعني حقيقة هو في الجوهر معظم دولنا العربية طبعا لكن بقي الإعلان لما إحنا بنسمع أنه هذا المسؤول التقى مع ناتنياهو وهذا المسؤول اللي عمل الصفقة مع اسرائيل وهذا المسؤول اللي عمل كذا بس هي يعني هو أصلا وثم أنه هو مش جيوشهم على على حدود فلسطين والتطبيع سيؤدي إلى انسحاب الجيوش هذه النقطة مهمة يعني في الميزان الاستراتيجي التطبيع صحيح أنه مؤلم لنا لأنه كيف يعني إحنا عرب ومسلميين وشعوبنا مفروض أنه ما تقبل لذلك لكن في الحقيقة في ميزان القوة ما بعرف قديش هذا حيكون خطير شايف بل بالعكس هو أخطر على المطبع منه على الفلسطيني من ناحية إيش إنه هو قاعد ضده بشرعيته بالأساس أي إنسان بيطبع مع اسرائيل أنا بدي أسمع منكم إحنا مصر طبعت متى زمان مشيك؟ قديش استفادت مصر من التطبيع مش من يومها مسيئ إلا أسوأ الأردن طبع مثلاً عملت علاقات سياسية شو اللي يعني اللي صار في يعني مش كده أنت خذ كل الناس اللي عملوا اتفاقيات سياسية مع اسرائيل هل وصلوا إلى الرخاء المنشود والمشاريع الرائعة التي كان يبشر فيها شمعون بيرز بشرق أوسط اقتصادي الناس تعيش فيه بأخوة وسلام ومحبة ورخاء ولوصلنا إلى حالات من 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 الضعف وحالات من الاستغلال الإسرائيلي وحالات من تجزئة مجتمعاتنا ومن أجل حماية فكرة التطبيع بدك تضرب مجتمعك لأنه المناعة الإنسانية الطبيعية ستكون طب التطبيع فحتى تثبت التطبيع بدك تضرب جماعتك عشان تكون مغسما عن أبوكم بينما الإسرائيلي بيضرب جماعته بيطلع بيسب عليك وانت بتقول يا شبابك انت ما تسبوه أرجوكم احنا بيطبعين بس هو حقيقة بيطلع بكلك الموطول العرب فهي المعادلة أصبحت صعبة يعني المطبع حقيقة بأخذ ريسك عالي هذا اللي بدأ أقوله ومن ناحية براجماتية بحتة حتى من ناحية غير دينية وغير أخلاقية وغير كذا هي خطيئة للأمن القومي وخطيئة للأمن الداخلي الوطني لأي دولة تطبع اختراق سيكون له عواقب وخيمة تنكفئ على الإنسان المطبع وعلى المجتمع الذي يطبع فيه بالنسبة للمقارنة مع المكسيك ومع البرازيل وما إلى ذلك طبعا الفرق هنا المهم جدا أنه إسرائيل اختارت أن تعمل استيطان إحلالي في قلب العالم الإسلامي مش في كيان أرضي اسمه فلسطين هذه الأكثر مهمة يعني إذا بدك تنظر على فلسطين كقطة أرض واتقارنها بإستراليا والمكسيك وكندا وما إلى ذلك ممكن أخذ وعطي معك مع العلم أنه أيضا لكن لو نظرت إلى فلسطين كمركز إنساني حضاري تاريخي ديني لكيان ضخم اسمه الأمة الإسلامية في مليارين حي لأمة أخرى عربية محيطة فيه هنا هذا الاستيطان الاستعماري الإحلالي يصبح مستحيل لأن المناعة الموجودة في جسد الأمة سواء الكبرى أو الأمة الصغرى سيؤدي دائما إلى محاولات الاسترداد محاولات الانقلاب على ذلك ثم في نقطة أخرى مهمة جدا أنه العامل الديمغرافي في غاية الأهمية يعني الإبادة التي وقعت للهلود الحمار مسامل الأمريكان الأصليين يعني وفي أدت إلى موجات بشرية هائلة من الاستعمار ليس لدى إسرائيل هذه الموجات البشرية الهائلة حتى تستطيع أن توازن المجموعات الإنسانية البشرية التي تعيش في منطقة الشام مثلا الكبير أو منطقة العالم العربي لأن هذا الكلام غير ممكن شايف كيف؟ ومن هنا إشكالية الإحلال التام أي الإبادة الكاملة لمجتمع وبعد ذلك نعيش ونقول والله خلص إحنا سيطرنا هذا الكلام لن يحدث صعبا ما حدث من 48 ولن يحدث بعد 48 حتى وإن أذخن الناس قتلا يعني لكن في الآخر أنت عندك أمة مختلفة يعني حتى الشعب الفلسطيني نفس ديمغرافيا أو الأمة العربية والإسلامية في وجود مسجد اسمه المسجد الأقصى في قلب الصراع أنا أعتقد فرصة إيجاد نظام إحلالي استعماري مهما كان نوعه في هذه الأرض مستحيل إلا أن تعود مرة ثانية ضمن المزيك الموجود في المنطقة اللي هو كان تاريخيا له 1400 سنة يعني هذا بالمناسبة القدس إحنا إحنا لما فتحنا القدس في عهد عمر رضي الله عنه شايف كيف كانت قبل ذلك في عهد البيزنطيين لكن حقيقة حتى في الأيام البيزنطية الدولة التي كانت ترفع شعار المسيح والمسيحية كان المجتمع الموجود في الشام رافض لحيمنة البيزنطيين يعني تخيل أنت كان في توافق ديني لأن معظم المقيمين في الشام في ذلك الوقت كانوا مسيحيين الغساسين العرب الموجودين في الشام كانوا مسيحيين والدولة البيزنطية كانت مسيحية رغم ذلك الغساسين العرب المسيحيين لم يكونوا على وفاق مع الاحتلال البيزنطي لبلادهم والذي استمر في الحقيقة عقود ربما مئات السنين وهذه النقطة في غاية الأهمية إذن الأرض نفسها فيها بغض النظر حتى عن الدين فيها إمكانات دائما للمقاومة و لإعادة تحرير الأرض طيب طيب يا شباب بسم الله طب الأخي بتحليل أخبار إسرائيل على غزة ويحيكون أكثر مستحبت لضغوط على الدنيا ويكمل هل في احتمال كبير بإنزياح أهل غزة إلى السينة وفتح مع بعضها ووجد خيمات واستيلاء إسرائيل على غزة بفوض غزة وضعف العربية الإكمال أو مساعدة أو حتى تدخل أي دولة وفادي مساعدة حماسة هذا الاهتمال في خوف كبير ولا لسه في خيارات لأنه هذا اللي عم بصير مفروض بعده بعد ما يخلصوا هنا تفضل يا دكتور ماشي تفضل تعقيدا على اتغولك على مهم يقومه والشعب يختزل في ذكرياته هذه الأمور المشاهد كان هناك واحد من الناس تفضل يا الله يحمد قبل دخول الامريكان في العراق كان يجلس ويتفنن في شرح كيف سيقتل الامريكان يقولون انت متأدي أصلا من البيان وهم جالسين يقولون لك انه قال لا انشاء الله ثم وأننا و الحب كان من الأشخاص الذي أقاتله تفضل هناك ثانية لست وقة للتعلم أن سكان الأصليين يجعلون الحمر في أمريكا أو في كندا أو في أشترايا هل لولا وجود المسجد الأقصر في فلسطين وخار عليه التلال كانوا يتذكرون الأشعار مثل ما يتذكرون الأمدلس مثلاً أو مناطق أخرى فعندنا في الإيران صارت بعض المشاكل التي صارت من دخول تنظيم القاعدة والحرب المتارفية صارت في كثير من الناس عندهم نظرة وقناعة أنه خلصاً لا يوجد حرب الملكان وصارت في اتفاقات وعزائم وقعدات أكد مع الملكان وغيرها وغيرها فأنت بك أن أمريكا مثلاً تجربتها في بريطانيا ولكن ما تصير مع العالم الإسلامي لكن هذا يشوف الجزء من الناس صارت عندهم فإيش تحليلت هذا الوضع نعم السلام عليكم ورحمة الله تفضل أستاذ السلام عليكم ورحمة الله سؤالي أستاذ أنه ما هو دور الشعوب العربية والإسلامية لدعم المعركة العظيمة الكبيرة عملياً يعني نجلس بها در نتكلم فاضي ما هو الدولة التي نصدها أن نقدمها عملياً حتى ندعم هذه المعركة الفاصلة وليست حملة كما قال الأخ هذه معركة عظمة كبيرة نقطتين نقطة الأولانية بخصوص الأزهر وفقاً للتعليمات أو الأخبار التي تم تدولها مؤخراً أن كان هناك تعليمات من النظام المصري لتخفيف حدة الخطاب يعني ومع ذلك التصرحات الأزهر كلها حدة وشديدة اللحجة حتى أن اسماعيل هنية من ساعات التصل بشيخ الأزهر يشكره على دعمه فإيه رأي حضرتك وشايف إزاي أن الأزهر بيخد يمكن معركة خاصة بشكل خاص ومتحدية لنظام المصري حالياً النقطة الثانية مصر حالياً في أكتر فترة ضغطة لها حتى مقارنة مع مبارك أن التظاهرات الوحيدة التي حصلت هي حصلت في الجامعة الأمريكية ما فيش أي حملات دعم ولا تضامن موجودة فهل ده بشكل أو بأخر ممكن يساهم في تسريع الانفجار الشعبي وتغيير الوضع القائم حتى لو مش من باب التغيير المباشر للنظام ولكن تضمناً مع اللي بيحصل في فلسطين نعم طيب في ما الذي سيحدث في غزة النماذج اللي قاعدة بتطرح الان كما قلتك هي نماذج كلها فيها قدر هائل جداً من العنف تتراوح ما بين التهجير الجماعي باتجاه رفع والتقسيم أو الاحتلال المباشر للأرض أو التدمير للبنى التحتية حقيقة أمنى المبكر أنه نعرف الضبط الذي يحدث لأنه هذا باعتمد على قدرة المقاومة على الصمود على الأرض فكرة دخول غزة ليست سهلة يعني كتائب القسام المجموعة النخبة التي قامت حسب المعلومات اللي هم أعلنوها يتراوح عددها بحدود ألف مقاتل في اليوم الأول تم إضافة خمسمائة مقاتل في اليوم الثاني واستبدالهم بخمسمائة مقاتل ثم بعد ذلك طبعاً تتوقع أنه استشد عدد كبير منهم أعرف كم يعني ربما أربعمائة خمسمائة منهم لكن عدد مقاتلين اللي أنا عرف أنه الفصائل تعلن أرقام عن المقاتلين عدد ضخمة بمعنى أنه البنية التحتية للمقاومة في غزة العسكرياً يعني أقصد المتعلقة بالرجال والمتعلقة بالإمكانات لم تدمر وبالتالي فكرة الدخول إلى داخل القطاع هذه ستكون حرب عنيفة جداً طويلة وستتكبد فيها القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة هل ستطيق إسرائيل جولة من حرب تضع المقاتل الإسرائيلي مباشرةً مع المقاتل الفلسطيني على الأرض الفلسطينية أنا شخصياً أعتقد أن هذا خيار تمليه النفسية المتوترة الإسرائيلية حالياً ولكن وقد يتحول بعد أيام إلى مشروع جزئي وليس كليه عندما تبدأ الموازين التي على الأرض تتضح وبالتالي كل شيء يعتمد على ما لدى المقاومة على الأرض وهذا اللي بتقديري سيغير قدرة إسرائيل على الردع أو الدخول في داخل القطاع أو تنفيذ ما تخطط له من إجلاء ضخم للسكان وما إلى ذلك ثم إجلاء السكان من غزة هذا يقتضي موافقة مصر وأنا أعتقد أن مصر في هذه الحالة ستضيف على نفسها عبءاً أمنياً وستراتيجياً ضخماً فيما لو فتحت البوابات وأدخلت الناس إلى سيناء لأنه أنت أصلاً سيناء فيها مشاكل يعني بالنسبة للنظام المصري والتالي لديك إشكاليات كبيرة ثم عمليات النزوح تمت في 67 في بعض الأحيان وتم قبل ذلك في 48 من خلال اللجوء لكن النازحين واللاجئين لم يعيشوا كأناس بعيدين عن القضية بل بالعكس معظم المقاومة التي تشكلت ودخلت مرة ثانية في الصراع كانت من قبل هؤلاء الذين هدمت بيوتهم والذين أخرجوا من بيوتهم يعني اللي بيطلع من بيته بتحول إلى مشروع مقاتل مش بتحول إلى مشروع لاجئ كاعد بخيمي ومسكر على حاله فهنا يعني أنت أمام واقع حتى لو وقع يعني لا سمح الله نحن لسنا أمام نهاية للصراع بالعكس نحن أمام دورة جديدة من دورات الصراع ووقود جديد يغذي روح المقاومة لأنه هذا الذي سيخرج من بيته لن ينسى بيته ولا ينسى يعني ما حصل له وسندخل في دورة جديدة وصراع آخر مستمر يعني النقطة الثانية المتعلقة بالعراق الذاكرة الجماعية شوف أنا أنا شخصيا دائم أنا عشت من العراق وعشتها للحظة وكنت أذكر جيدا كنا ندخل المطعم هذا الكلام شهر أربعة مثلا نوكل مسكوف على سبيل المثال مسكوف الأكل العراق المشهور ونتفاجأ أنه يدخل مقاتلين أمريكان جنود معهم كلاش يعني أف سكس ام مش كلاشنكوف أم سكستين والله أذكر حتى في مطعم المطاعم يعني تتفاجأ احنا صحفيين كاعدة نوكل بيجي بوخوا طاولة بحطوا البنادق بيركوه هيك على الطاولة وبجلسوا بوقع بسحب حول وعدا بروح كان كان المقاتلون الأمريكيون الجرود الأمريكيين يتجولوا في الشوارع أحيانا يعني تفسح في يعني لحظات معينة كان الناطق الرسمي باسم القوات الأمريكية يأتي إلى مكتب الجزيرة كلنا وقته في الجزيرة كان يأتي على الموتورسايكل معه الشراسة يجي يوقف ويطلع يظهر على الشاشة بسحب حلو يروح إلى أن بدأت المقاومة بعد ذلك بشهرين ثلاثة وبدأت بترصد الناس هل كان لدينا شك أنه سيكون هناك مقاومة في لحظة انكسار ولهنا فرق في لحظة انكسار تبين هيا إلينا أنه انتهت العراق خلص خلص لكن لما نزلوا تبع صدام هذا اللي اسمه خلص انتهينا لكن أنا لم يسورني شك في لحظة أنه هذا سيوفض لأن المناعة الذاتية لمجتمع مثل المجتمع العراقي ستأبى أن تقبل باحتلال الأرض وستقاوم اليوم انتعايش لحظة الانكسار بما يتبعها من صدمة ما يتبعها من فقدان للتوازن لكن بعد ذلك عندما تستعيد توازنك ستمدأ الدورة وهذا الذي وقع وانسحبت الكوات العراقي بعدها يعني الحالة التي وصفتها كانت لحظة هذه تبعات لحظة الانكسار ودائما بتحدث في فلسطين بعد عام سمع وستين دخلت القوات الإسرائيلية للضفة الغربية وسيطرت عليها ضباط المخابرات الإسرائيلية كانوا يتعمدوا زيارة الفلسطينيين في الأعراس وفي الأتراح والقيام بواجب العزاء أو التهنئة عندما يكون هناك عرص في قرية يجوا للضباط تبعين المنطقة السلام عليكم يا جماعة بحكوا عربي جيد وسلموا على الناس ويقعدوا يشربوا الشاي وفي الجنقه ويقروا كنابي وروحوا لحظة الانكسار تؤدي أحيانا إلى حالة من فقدان التوازن لكن هل كان في شك أنه بعد ذلك سيقوم الناس مرة ثانية ويردوا على هذا وتبدأ دورة جديدة من المقاومة؟ هنا بتأتي فكرة الذاكرة الجمعية وفكرة أنه إحنا في عندنا شيء يرفض كرامة الكرامة اليسانية ترفض وتأبى وهنا يأتي فكرة العمق التاريخي وأنا دائما كنت أحكيها هذا العراق التراء التركيبة الذهنية والنفسية والحضارية للمجتمع العراقي لا يمكن أن تسمح بالاحتلال مش ممكن إحنا مر علينا احتلالات أصعب من الاحتلال الأمريكي عندما جاء المغول ودمر بغداد إبادة جماعية وما خلوا بني أدم فيها أربعين يوم من الإبادة الجمعية مش هيك كما ذكر في التاريخ لكن بعد هذا استعدنا مرة ثانية عافيتنا ورجعنا مرة ثانية وهزمنا المغول وخرجناه من المنطقة بالتالي الفكرة أنه عندما ترى لحظة الانكسار ينبغي أن تصفها كذلك وأن تفهم السيكولوجيا تبعها ولكن إياك أن تفهم أن هذه دائما هذه لحظة مؤقتة تأتي ثم تذهب وتحل مكانها مرة ثانية الحالة الطبيعية هي حالة المقاومة التي ترفض الظلم وترفض الهوان يعني فالشعوب أفغانستان على فكرة صار نفسه الحالي أنا أذكر لما دخلوا الأمريكان على كابل أنا كنت موجود يومها في كابل وهذا بحكيها القصة دائما يعني أنه روح تصلي في المسجد يوم من جمعة وحقيقة ما لقيت حدف جمع أو يعني عدد بسيط جدا من الناس يا جماعة شو القصة هاي وين الناس فواحد بيحكي لي بترجم يعني بترجم واحده غني قالوا والله يا أخي ما الناس ما بدأت تصلي ليش؟ قال زمان كنا نصلي لأن الطالبان تجبرنا وكنا خلص راح الطالبان فالآن احنا ما بدنا نصلي وخلصنا يعني بدت لحظة الانكسار أمامي يعني تخيل في لحظة الانكسار كانت أنه الناس حتى الصلاة اعتبروا أنه هاي انهزمت مع انهزام المنظومة التي كانت مسيطرة على ذلك في الوقت لكن هذه اللحظة لو أنت جيت قلت آه خلاص انتهى الموضوع والأمور تمام التمام والأمريكان استقرر لهم الحال وعوى جمال فيه زي ما بيكون أخونا السودانيين معناته إيش بحصل؟ تكون أخطأت في التقدير من كان لديه شك أن لحظة الانكسار ستكون مؤقتة بيكون أخطأ في التقدير وفعلا أخطأ الأغربيون في التقدير عندما أعلنوا انتصارهم في العراق وأخطأوا في التقدير عندما أعلنوا انتصارهم في أفغانستان وعادت الدورة مرة ثانية ودخلت المقاومة الأفغانية مرة ثانية وخرجت الأمريكان من أفغانستان كما خرجوا قبل ذلك من فيتنم يعني هذه مسألة ما بدكم تكون وعين لها نعم والجوامع امتلأت والناس رجعت هذه مسائل ثابتة يعني هذه مسألة في غير الأهمية فبالتالي أرجوكم يعني دائما ليش أنا بحكي دائما شوف الإعلام الآن الآن يمارس أنواع من ذلك خاصة الإعلام الغربي يمارس أقصى درجات الخداعة والحرب النفسية أخطر بكثير من الحرب التي تجري على الأرض والوعي أخونا قال أحنا شو نعمل نحن نحتاج أن نصون وعينا الوعي بما يحدث ينبغي أن يكون عالي جدا في هذه اللحظات وأنه إحنا نكون غير قابلين أن ننكسر وأن نتحول إلى كائنات بشرية مهزومة ثم حقيقة كل فيما يستطيع كل فيما يستطيع هذا وسع الإنسان وسعه في وقته في جهده في دعمه احنا الآن مثلا في غزة فكرة أنه غزة يتم قطع الماء والكهرباء والمستشفيات وتدميرها هذا يعني ضد القانون الدولي ضد القانون الإنساني ضد الوعي البشري مش ممكن أنه نقبل بذلك وهذا جهد طبيعي ضمن حتى المقبول في السقف الإنساني ما في صحفي ما في إعلامي ما في مفكر ما في مثقف ينبغي أن يسكت على ذلك ولا في إنسان طبيعي عادي ينبغي أن يوافق على هذه المبدح التي تحدث بالحديث إلى بلده إلى شعب إلى حكومته إلى حزبه إلى طريقته ما في إنسان ينبغي أن يكون صامت أو ساكن ويكون خلينا نشوف شو بصير لأنه خلينا نشوف شو بصير هي إعلام عجز وبالتالي أرجو وإنه ما نصل إلى ذلك بالنسبة لمصر أنا حقيقة عندي كلمة ووجهها لإخواننا في مصر الأمن القومي المصري مرتبط الإنقاط تام وكامل وغير قابل للإنفكاك عن فلسطين منذ أيام الفراعنة نتطلق هكذا هذا معبر مصر التقليدي نحو آسيا حتى من ذلك الزمن من ألاف السنين وبقيت القضية الفلسطينية التي هي جوهر الأمن القومي المصري الأمن القومي العربي مسألة جوهرية وأساسية الآن أمامنا خيارين عندنا نموذج طبق في مرحلة من الزمن مصر أولا ما أنا علاقة إحنا يا أخي لا نريد أن نقود حد ولا نكون دولة رائدة ولا قايدة أنا أذكر مرة زرت مصر في أيام حسن مبارك وأذكر وقتها كان أظن صفة الشريف وزير الإعلام الله يمنع أظن أنه كان وزير الإعلام وكنت راح أتكلم مع صفة الشريف وأعني كان في مشاكل بين الجزيرة وقتها مكتبنا مسكر والآخر يوم بنحاول لحلها الأمور فبحكي له بقول له والله مصر ودورها الريادي والقيادة وكذا 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 فرد علي قائلا لا دور الريادي ولا قيادة ولا ما يحزنون إحنا زينا زي الناس وما بدي أسمع هذا الكلام جيد أوكي ماشي هذا النموذج أنت دولة لحالك ما ليش علاقة بحد وما بديش أقود وبيديش أكون كذا طيب وين وصلنا؟ ما ليش دور الريادي في السودان ما ليش دور الريادي في أفريقيا وين وصل النين؟ وعلاقتنا مع أثيوبيا صحي أو لا؟ وين وصل؟ هي المشكلة أنه في النهاية ما حدا بيخليك لحالك عندما أنا أفهم أنك ضعيف متقوقع منكسف يعني منكفي على الذات وقتها مصلحتك سوف تتضرر حتى في أخص الخصوصيات الخاصة في طعامك وشرابك وأمنك ما في شيء اسمه أنا وبس بعيد أثنين وآخرين وما ليش علاقة لما تنفك مصر عن عمقه الأفريقي أو تنفك مصر عن عمقه الفلسطيني أو تنفك مصر عن عمقه في شمال أفريقيا في عندها مشكلة كبيرة جداً ولذلك الشيء الطبيعي أنه مصر تعبر عن ما عبر عليه الشيخ الأزهر والشعب المصري والمؤسسات وحتى الحكومة المصرية لأنه هذا مسألة قوم مصري ما لها علاقة أنك بتحب حماس ولا بتكره حماس ما لك علاقة أنه هذو الحماس إسلاميين ولا حماس علمانيين إلها علاقة بأن هذا عمقك الاستراتيجي وهذا جوارك الذي سيؤثر على تشكيلة البلد ومصالحها الأمنية بعيدة المدى من دون أن تكون حاضر فيها لن تستطيع لن تستطيع أن تؤثر فيها وسيؤثر الآخرون لأنه أي فراغ استراتيجي سيستدعي فاعلين آخرين والفاعل الآخر ربما تكون مصالحه مناقضة المصالحك وبالتالي أنت بتكون تأخرت ولا تلومن وقتها إلا نفسك في أي دولة في العالم ستفكر كذلك فبالتالي لما نفكر في فلسطين كدولة إخواننا وأصدقائنا وأحبتنا الفلسطينيين اللي بدنا نحميهم هذه منظومة أخلاقية قائمة على الأخوة جميل جدا ما عنديش مشكلة فيها لكن في شيء إذا بدكش تفكر هيك فكر في مصلحتك أنت فكر في عمقك الاستراتيجي فكر في أمنك القومي فكر في الفراغات التي ستتشكل وسيملأها الآخرون ووقتها أنت ستعاني لأنه ستتضرر بصالحك الاقتصادية ومعابرك وستتضرر حتى بيئتك الديمغرافية في حالة وجود لجوء بهذا الحجم شايف كيف فبالتالي أنا حقيقة شاعر أنه في لحظة ما العقلانية الاستراتيجية لما نعتقد أمن قومي ضروري للمنطقة ينبغي أن يغلب على النزعات التي تعادي الإسلاميين في بعض الأحيان أو الجماعات الإسلامية في أحيان أخرى أو حتى تحاول أن تتصالح مع إسرائيل الآن أمام احنا أمام مشكلة أمن قومي ولسنا أمام مسألة سياسية تكتيكية نحاول من خلالها أن نكسب بعض المكاسب اليوم وبكرة هذه مسألة ستعيد تشكيل المنطقة إلا أن تكون حاضر فيها ستتشكل المنطقة ليس وفقا لمصالحك وإنما ربما بتعد على مصالحك وأمنك وعمقك الإستراتيجي آخر جولة من التضل الدكتور زيك خير شرح رائع يعني يعني إسرائيل كباء والذين أسسوه أه أنهم زالوا التحالف الذي أسس الكيام الصهوري قد زالوا أه أه سمعت بعض المكراحات متخول وأبعض المدراكة التراسات تقول أن هذا الكيام إلى زوال وحتى جبر الغرب تسعى لتتكتيش عن البدائي وطبخ البدائي مثلا تركيا وإيران أو باسم الجديد الذي تعمل عليه وهو من كيام الجديد ومن ضرورة أساسية البكاتة ثلاثة مشاريع ليتصل بالمشروع أن أصبح يرجع للتقوى من الجديد طبعاً لا أتكلم بذلك لأنه إذا كانت هذه فكرة كما تفضل وهي قوية واحتمالية كبيرة هذا الأمر يدفع المقاومة الفلسطيني للإصرار الأشد على أن الذين أسسوا الكيام الصهوريون هم بتراجح وهم مفتشون عن بديل فنعملوا قدر المستطاع بثباتنا وقوتنا ومضحي أكثر للمساعدة أو للتعجير إلى زواله كما رأيكم بما ترح نعم صدر شباب الأخت تفضلين نقص نقص أغلب الأشخاص الأشخاص أريدك هذه المطاعة أريد أن تحقيد من خبر تتاريخ الآن في كل أحداث وفي كل حالة تحدث في القطاع يمود مننا الألاق والمئة ونحن نقول شهداء الجنة وفداء للتلسطين وللقص شريف ولن نساوم ولن نتنازل ولن نخاف ونستمر بذلك في كل حرب يتم تحديدنا بترك بيوتنا وحين نرفض الخروج يتم قصف البيوت على رؤوسنا في حرب الـ 2014 خرجنا والإسعافات هي التي أخرجتنا من البيوت هدموا البيوت فوق رؤوسنا وما أحد ترك المنطقة وخاصة المناطق الشرقية الموجودة شرق خانيونس أو شرق قطاع تحديداً في كل مرة نستغيث ولا يرد أحد فقط تتضامن معنا الشعوب أملنا برب العالمين كبير وبالمقاومة كذلك نستقبل شهداءنا بالزغاريت وما إلى ذلك تقريباً أغلبيتنا نعرف هذه الصورة جيدة بشكل مختصر ما يحدث الآن في قطاع غزة هو إبادة جماعية وليس مجرد قصف عادي مثل ما حضرتك تفضلت أنه هما استوحشوا لدرجة أنه يطلعوا يحكوها على مرأة ومسمع من العالم كله أنه نحن نواجه حيوانات بشرية هددونا بقطع الكهرباء والماء وكذلك المؤونات والمساعدات الغذائية أريد فقط توضيح نقطة قبل طرح سؤالي بشكل مختصر بخصوص قطع المياه أو الكهرباء أو الإمدادات تذكرون في أحد الحروب حين هددت إسرائيل بقطع هذه المؤونات عنها وكانت من ضمنها البنزين ماذا فعل الشعب في غزة؟ أهلنا في غزة وضعوا الزيوت والسولار ومشوا السيارات لازمنا نؤمن بأنه كل شعب غزة قادر على الصمود حتى في أحلك الظروف وفي كل مرة نضع البدائل ورب العالمين يساعدنا وينصرنا بإذن الله الآن كل ما يحدث جعل الأهالي في قطاع غزة يصلوا إلى نقطة إنه يا عالم إحنا ما رح نطلع الناشط هاي المرة ونقول يا حكام العرب أغيثونا زي كل مرة صدقا هذا الإشي اللي بدور الآن في في كل قطاع غزة ليش؟ هددون في المناطق الشرقية طلعوا من المناطق الشرقية زي ما حضرتك ذكرت والآن الاستراتيجية اللي حضرتك ذكرتها لأنه ممكن هما يدفعوا الأهالي في قطاع غزة اللي هتطلعوا من المناطق الشرقية لنص البلد ليحتموا في المناطق الآمنة قصفوا نصر خان يونس هربوا من خان يونس على قطاع غزة على وسط قطاع غزة حي الرمال اللي هو الواجهة السياحة أمام العالم ونسميه الواجهة الضحوك لغزة قصفوا حي الرمال بأكمله فالآن احنا وصلنا لمرحلة في قطاع غزة أنه كل الأهالي بتقول إحنا فقدنا الأمل تماما من الحكام العرب اعتذر عن الطريقة اللي بتحدث فيها لكن أنا بعتبر أنه أنا بمثل الأهالي اللي موجودين ومنهم عائلات أقاربي جيراني دكاترتي بالجامعة كلهم استشهدوا أنا ما شوفت ولا أحد فيهم من خمس سنوات والله يرحمهم ويرحم الجميع ويحفظ من تبقى لكن الآن إحنا اللي بنعيش هل بحسب تحليل حضرتك أنه خلاص إحنا تربينا على أنه وين الملايين الشعب العربي وين وتربينا على أنه الصوت العربي أنه حكام العرب في يوم الأيام رح ينطفضوا ما رح ينطفضوا ما رح ينسوا أنه إحنا أمة واحدة وحضرتك قلت الوجداء وجدان الأمة فهل في يوم الأيام رح يتحركوا ولا الآن الرؤية اللي شايفينها أهلنا في قطاع غزة وخلاص إحنا إذا بنا ناشط ما بناشط غير رب العالمين وبعض الشعوب أنها تضغط على حكامها على حكامها في أنها تبع سلنا بعض المعونات والمعونات الإنسانية وشوية كهرباء وشوية يعني شوية إنترنت وشوية كهرباء المعونات هي أبسط ما يحتاجه الناس للعيش فهل رح يصير في تغيير بوجهة نظرك أو تحليلك ولا أنه خلاص يعني نعيش مئة سنة متين سنة ترك مئة سنة ممكن مش إحنا ممكن الأجيال بعدنا فهذا النقطة اللي حاب أعرف وجهت نظرك فيها وشكرا شكرا جزيلا طيب المداخلة الثالثة تفضل أنا عندي بس 3 نقاط بشكل موجز وسريع يعني النقطة الأولى بالنسبة للغرب خلال يومين الفاتو أعلن أعلن الدول الدخل ضمن الاتحاد الأوروبي وخارجه إلى جانب أمريكا الدعم الكامل للكاين الصهيوني والحرب على غزة والحرب على المقاومة الفلسطينية عندي بس استفسار بخصوص النقطة هل حضرتك شايف أن الغرب بشكل من العقلانية في حساب الأمور قادر على أنه يحتمل أن يدخل ثاني في أفغانستان جديدة وعراق جديدة لمدة 10 أو 20 سنة ويدعم الكامل الصهيوني ماديا وعسكريا أمريكا تقريبا بقت خلاص في البحر الأبيض هل عند أمريكا قوة مادية تقدر تدعم بها إسرائيل كافية لمدة 10 سنين يعيده ثاني نفس المساعدة في أفغانستان السؤال الثاني النقطة الثانية الحرب وعلاقتها بالنظام المصري أو علاقة النظام المصري بالقسط هناك نظرية ونقطة تم إفارتها خلال الففل الأخيرة بخصوص أن 6 أكتوبر الذي كان قبل اندلاع المعركة بساعات قليلة كان الوضع في مصر متأزم هناك ضغطة معينة مصر داخل عليها بخصوص الاندخابات الرئاسية وظهور مرشح محتمل عبر فتح السيسي وكل التحليلات تشيره لأنه مدعوم من أمريكا أو أمريكا يديها ضق أخضر يتحرك في مصر وينزل إلى نفس السيسي بشكل حقيقي وفي نظرية بناء على النقطة تقول أن السيسي أو النظام المصري يحاول يضغط على إسرائيل وأمريكا من وراءها باستغلال الفكرة لأننا لم ندد لم ندد أشجب المقاومة على تصرفاتها السيئة بالاحتلال السويوني وفي الجانب الآخر هناك نقطة دعم سوري أو شكلي بفكرة الرمزيات البسيطة برج القاهرة بأضواء أعلى فلسطين وخلافه فهذه نقطة محتاجة إضاحة النقطة الثانية وهي علاقة بالنقطة الثانية هي فكرة في 2021 عندما اندلعت حرب مايو وانتهت أو عندما اندلعت المعركة في مايو وانتهت كان في بعض القراءة تقول أن من مصلحة الأنظمة العربية أن هذه المعركة تنتهي لأن لو ما انتهتش ممكن تسحب بأثارها أو ممكن أن أثارها توصل للدول العربية بحيث يحصل بركان يحصل انفجار شعبي من الشعوب العربية في وجهة أنظمتها بلا سنسنة فهل حالتك شايف أن نهاية الحرب ستكون مثلا لامتداد خارج خارج فلسطين شكرا تفضل نحنا قائمين لها ملكية تركيا وتلسين في الأراضي التركية وتركيا لا يوجد دور كبير ومؤثر بالتقوض بين روسيا وأوكرانيا ولكن كيف حدثت بحيث بحيث بالتقوض بحيث بحيث والحيث على الإسرائيل واني أصدق إلى أنطاليا لا يجب أن يتوقف في المنزل ففي تناقض كبير بشهر بالسياسة التركية مخصوصاً يعني هي البرحلية لإسرائيل يعني اقتصادياً تنديد الغازات وإلى آخرية شون هيكون الدول التركية باعتبار أيضاً موجود للتركية طيب شكراً جزيلاً أولاً خلينا نضع القاعدة التالية أنا برأيي أن الذي في أزمة الآن هو إسرائيل يعني إعكس المعادلة صحيح أنه غزة في تحت ضغط هائل ممكن يؤدي إلى مجازر ويؤدي الآن إلى مجازر وإلى تدمير شامل كما سمعنا من الأخت وكما رأينا في شاشات ترفزات لكن المشكلة عند إسرائيل أكبر من المشكلة عندنا في المعسكر الثاني المشكلة عند إسرائيل أنها الآن فقدة للتوازن تماماً وأنها فقدة للهيبة تماماً وبالتالي ما تفعل من الآن وصاعداً هو محاولات ارتدادية لأزمة حقيقية مدمرة وقعت في داخل النفسية الإسرائيلية وبرأيي أن هذه الأزمة ستكون تبعاتها أخطر على إسرائيل من المشكلة الأصلية لماذا؟ كلما طال أمد هذه الأزمة بمعنى كلما طال أمد القتال والتدمير الممنهج في غزة كلما احتمالات التداعيات الإقليمية على إسرائيل ستكون أكبر لا شك في ذلك وهنا لا أعني بالضرورة فقط حزب الله ولا أي عمليات أخرى لكن حقيقةً كما تفضلت على الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ما حد حيستطيع أنه ينظر إلى الذي يحدث ويعتبر أنه هذا شيء طبيعي نظرية الأنظمة وانتظارها أنا بتقديري تم الانتهاء منها قديماً قديماً من سنوات في الوعي الفلسطيني لم يعد هناك فلسطينيون ينتظرون أنظمة عربية للتحرير الفلسطيني هذه النظرية كانت موجودة في الحقيقة عندما أنا أذكر كنا في فلسطين في الثمانينيات وربما حتى في التسعينيات النظرية السائدة تقول أن المقاومة في فلسطين هي رأس الرمح الذي يبقي الصراع مشتعلاً من أجل أن يأتي السند وتأتي الجيش العربية والإسلامية لتحرير فلسطين أعتقد أن الذي وقع منذ على الأقل عشر سنين إلى الآن استطبطاً إنهاء هذه النظرية الشعب الفلسطيني بنفسه المقاومة بنفسها طورت إمكاناتها وبدأت تقاتل وفقاً لمنهجية فلسطينية وقرار فلسطيني ذاتي ولذلك القول أن الذي حدث في غزة حاول الإعلام الإسرائيلي والأمريكي القول أن الذي حدث في غزة يوم 7 أكتوبر هو قرار إيراني وبمبادرة إيرانية هذا كلام لا يمكن لعاقل أن يفكر به لأنه لا أعتقد أن أي حد خارج إطار مجموعة صغيرة جداً من قيادة المقاومة في غزة كان على علم بما يقع ولو أن حماس أرادت أن تجامل إيران بأن تعمل عملية ما بسبب أن إيران طلبت منهم تعمل عملية صغيرة يعني تكون لك أننا عملناها وإنتم تذكروا أنه هذا لما كان في مواجهة مع الجهاد الإسلامي قبل فترة وحماس رفضت أن تشارك في هذه المواجهة أعتقد أن إيران كانت غير راضية عن ذلك ومع هذا حماس رأت أنه اللحظة لم تعد ليست مناسبة للدخول في مواجهة وبالتالي القول أنه الذي حدث هو قرار إيراني وبتخطيط إيراني هذا كلام لا يمكن لعاقل أن يفكر به وأنا أعتقد هذه الدعاية الإسرائيلية ينبغي أن يكون وعين لها بشكل جيد إذن فكرة انتظار الأنظمة العربية أو انتظار أي أحد لكي يتقدم للتحرير في هذه المرحلة التعويل هو على الوعي الإسلامي العربي الشعوب وليس على الأنظمة وبتقديري هذه مسألة مهمة هنا تتحرك الأنظمة إذا كان لديها ضغط كافي أو شعرت بتهديد لأمنها القومي هذا شيء ثاني وربما كل واحد يتحرك بمقدار ما لكن لا تتوقع أنه جيوش عربية تتحرك من أجل أن تنقذ غزة في هذه اللحظة ولا أرى أنه هذا خيار معقول ومكبول ولا حتى حيصير يعني النقطة الثالثة المهمة هنا أنه الصهيونية احنا قلنا أنها إلى زوال بمعنى تتناقص فكرة الاعتقادات المؤسسة لدولة إسرائيل في الذهن الإسرائيلي وتتحول إما إلى فكر ديني مجرد عن الوعي السياسي كما حدث في الأول الأخيرة أو إلى فكر علماني براغماتي يحاول أنه يتعايش مع هذا الفكر الديني بطريقة فيها قدر عالمي جدا من التوتر وهذا الصراع تغير المنظومة الصهيونية كانت منظومة شاملة كاملة موحدة للمجتمع منظومة تجمع ما بين عنصر ديني وعنصر قومي الآن العنصران المؤسسان للنظرة الصهيونية الكاملة تفككة وبالتالي لا تستطيع أن تقول أن الصهيوني بمفهومها الأصلي الذي تأسس بالأباء المؤسسين لدولة إسرائيل ما زال قائما إلى الآن نحن أمام شيء جديد آخر ومن هنا إمكانيات أن هذا الشيء الجديد الآخر يضعف ويتمزق مستقبلا هذه إمكانيات أوسع مما كان عليه الحافي السرق ليس هناك ما يجمع هذه المكونات وأعتقد الفروق أصبحت أوسع بكثير من أن تجمع ما هو مستقبل هذه المنطقة ضمن هذا الكلام الذي أنت إخوة سألوا عنه أنا بتقديري هذه المنطقة ستبقى في حالة نزاع مع نفسها ما دامت التقسيمة السياسية التي وضعت لها بعد الحرب العالمية الأولى موجودة هذا الرأي الذي أنا تشكل عندي إحنا الآن مئة سنة على ساكس بيكو مش كده؟ مئة سنة تقريباً وشوي ومن مئة سنة إلى الآن هذه المنطقة لم ترى استقراراً ولا أماناً ولم ترى أيضاً ازدهاراً الحياة الإنسانية الأساسية في هذه المنطقة الآن تراجعت إلى أدنى مستويات في المستوى العالمي حتى كثير من الدول التي كانت تشكل يعني دول نامية أو فقيرة أصبحت الآن أفضل منها في هذه الحالة إحنا كل ما زاد علينا الوقت كل ما تحولنا إلى كينات تتحارب تتقاتل يقتل بعضها بعضاً من خلال حروب أهلية وصدمات داخلية ونزع للشرعية عن الأنظمة وصدمات فصام تام بين الشعوب وبين الأنظمة إلى آخرين إذن المشكلة ليست مشكلة تقنية بحتة ليست مشكلة إجرائية أنه أنا باجي بعمل شوية تعديلات دستورية أمورنا بتكون زي السمن على العصل هناك مشكلة جيوسياسية استراتيجية متعلقة بأصل تشكل منطقتنا منذ أن انهارت الخلافة منذ أنهارت الدولة العثمانية إلى الآن كل ما حل من بعدها لم يستطع أن يملأ الفرغ الاستراتيجي واستدعى ذلك دخول العناصر الدولية واستخدام هذا الملعب لها الكينات التي تأسست اللي هي الدولة الحربية الحديثة لم تستطع أن تؤسس شرعية كاملة أو قدرة سيادية كاملة على التحكم بالمصائر وهذا أدى إلى أنه نصبح ملعب للصراع السوفيتي الأمريكي ثم بعد ذلك للصراعات الدولية والإقليمية المختلفة والآن إذا الصين وأمريكا اشتعلت بينهم إحنا كمان نصبح ميدان للصراع ليش إحنا نصبح ميدان للصراع لأنه إذا ما بدك تصبح ميدان للصراع لازم يكون عندك القدرات السيادية الاستراتيجية أن تصبح مركز جيوسياسي قائم بذاتك ونحن ليس لدينا مركز جيوسياسي قائم بذاتنا يدور حول مصالحنا وبالتالي نضطر نتحلف أو نرتمي في أحضان هذا الكيان أو ذلك الكيان الدولي وبالتالي نصبح بروكس ستيت يعني نصبح دولة تابعة تدور في فلك دولة عظمى من هنا لابد من عادة ترتيب بشؤون المنطقة ومن هنا منتدى الشرق لما تأسس الفكرة الجوهرية لتأسس منتدى الشرقية ماذا؟ أن المنطقة تحتاج إلى هيكلية جديدة ربما تبدأ اقتصادية تنتهي استراتيجية سياسية هذا شيء ثاني لكنه إذا نريد أنه نعيد أنفسنا إلى مركز يعني صناعة القرار بالشكل الحالي بالتقسيم السياسية الحالية ما ستزبط ما نحاول بالعكس يعني قاعدين ذاكرين كان عندنا يشتسمون جامعة الدول العربية صح؟ الآن تقريبا يعني اليوم نجتمع مجلس وزراء الخارجية جامعة كثير كم منكم جلس واحد يتفرج على التلفزيون ليسمع قرارات جامعة الدول العربية؟ واضح أنه كل ما لم نتراجع يعني وهنا هاي مشكلة كبيرة وأنا دائما بنبه أن الدولة القومية التي تأسست في أوروبا وهي دولة فكرة أوروبية بحتة اضطرت أوروبا أن تقلص صلاحيات الدولة القومية الأوروبية لحساب الاتحاد الأوروبي من أجل أن تصنع حالة من الرفاه الاقتصادي صح؟ والنفوذ الاقتصادي والنفوذ الاستراتيجي في موازات القوى العظمى الأمم التي صمعت فكرة الدولة القومية اضطرت أن تتخلى عن جزء من سيادة الدولة القومية لحساب اليونيون الاتحاد والدول اللي احنا الأمة التي صمعت فكرة المجموع اللي هي فكرة تركوه المال أصلية السابقة لأي دولة قومية ما زلنا نقدس حدودنا ونعتبر كل واحد فينا لازم لحاله وما بدناش نحكي مع بعض لأنه سيادة الدولة تقتضي أنه أنا أكون متحكم بكل شيء ومنوعنا قاعدين نقود أنفسنا من فشل إلى فشل فلذلك إذا نحكي الصح بدنا نكون واضحين الواقع العربي الحالي غير قادر على تجاوز الإشكالات والإشكالات اللي حصلت هذه طبيعية هذا تطور طبيعي عضوي لخلل بنيوي في بنية الدولة العربية ولذلك إحنا لازم نفكر في تجاوزه أنا ما بقول لك بكر نروح أسس خلافة ما حتصير لكن بقول لك ندعم فكرة تكاملات اقتصادية ندعم فكرة حركة الناس كما تفعل أوروبا ندعم تكامل تدريجي من حيث أن نصبح إلى حد ما قادرين على أن نستفيد من مصادرنا ثم بعد ذلك نحول ذلك إلى تنسيق سياسي إلى تنسيق استراتيجي إلى مركز جيو سياسي يستطيع أن يجلس على طاولة العالم عندما يريد العالم أن يصنع نموذجا للعالم جديد اليوم احنا متخلم عن نظام دولي جديد احنا لدينا علاقة احنا مستمعين مستعد وندعيهم التوفيق صح ولا لا بينما أوروبا بتقعد على الطاولة لأنه في عندهم إيش اسموا التعادل أوروبا أمريكا بتقعد على الطاولة عندها إيش اسميه الولايات المتحدة الأمريكية خمسين ولاية شكلت يونيون مش كده؟ وأوروبا شكلت يونيون بقعدوا على الطاولة الصين دولة عظمى بتقعد على الطاولة احنا حد بند علينا حدا حتى بكلف خاطره يقولنا شو قاعد بصير ليش؟ لأنه التركيبة الجيوسياسية الحالية لنا لا تسمح لنا أن نقدم أنفسنا على أن احنا مركز جيوسياسي قادر أصلا على أن يشارك في صناعة القناة الدولي وهذه إذا النخبة العربية المسلمة لم تستطع أن تفكر بجوهر تأسيس الدولة هذا وهذا الضعف والعجز البنيوي فيها احنا قاعدين بنعيد إنتاج الضعف وكل مرة زي اللي بيكنسي شوية واسخ بحطهم تحت السجادي وبيكون لحانهم الضفة الغفية بكون كذب نعيد توزيع الضعف لكن حقيقة نحن أضعف من أن نكون شيئا مذكورا في المعادلة على كل حال أنا الذي أريد أن أختم به وإن شاء الله يعني تكون ما قطلنا عليكم عبارتين مهمات إسرائيل الآن في مأزق دائما نخلوها دبنهنكم الألم الذي يعتصر قلوبنا على غزة لا يعني استراتيجيا أن إسرائيل أقوى منا بالعكس إسرائيل في مأزق استراتيجي نحن في ألم تكتيكي ولا ينبغي لنا في أي لحظة من اللحظات أن ننكسر أو نحول لحظة انكسار أو ضعف أو ألم إلى لحظة دائما تؤثر على رؤيتنا المستقبلية البعيدة لأنه إحنا عنا أباء وعنا أجداد استشهدوا في سبيل الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى والسبيل الدفاع عن الأمة نفسها وستأتي أجيال بعدنا وستستمر هذه المسألة إلى أن تتحقق إلى أن يتحقق العدم لأنه إحنا لن نقبل بشيء أقل من العادلة والإنسان اللي يضعف ويسكن ويحاول أن ينسحب من المعادلة ينسحب من المعادلة قد ينسحب وذلك أنا دائماً بقول في الشأن الفلسطيني تحديداً اللي بيجي بقول بتدحلها وانعايش مشان وإيش مكان يكون هذا سيكون منهزم وضعيف ويستسلم إذا أنت لست قادرة تفعل شيء على الأقل لا تفعل لكن لا توقف حركة التاريخ أو تحاول أن تحارب التيار أو الاتجاه الذي يدعو إلى استمرار المطالبة بالعادل وإقامة الحق على الأرض التي نعتقد أنها لأهلها ونعتقد أنها لهذه الأمة هذه مسألة منتهية خطيئة وذن كبير جداً على النفس الإنسانية وعلى المجتمع أن يحول لحظات الإنكسار إلى حالة من العجز وهذه خطيئة حقيقة حتى القرآن نبه إليها قال فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال أولا تكن أرض الله واسعة الضعف يصبح إذا تحول الضعف إلى عجز دائم هذا يصبح خطيئة كبيرة جداً أنا أعتقد أن أجيالنا أوعى من ذلك وأعتقد أن أحنا تجاوزنا هذه اللحظة وإحنا الآن لا نتكلم عن عجز وضعف لنا وانكسار بل نتكلم عن ضعف وعجز وانكسار في المعسكر الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك خير لنا جميعاً وأشكركم شكراً جزيلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة